ايش يقولك لما حد يضرب قضيفة يفتح فيسبوك يشوفها وانطاحت هو بيئة نضجط فيها الكراهية للأسف يعني مهما تكون انت مستوعب ورزين وفاهم وكذا مرات يجي تعليق راهو يخليك في الليل ما ترقتش من حد لا تعرفه ولا حتعرفه يخليك تفكر في مواضيع هكي استخدام يعني انت في الحرفين ما تعرفش الكتاب هالك وعمر 12 سنة ولا 42 سنة من الـ 2017 وصلت لها نتيجة انك معاش تردي راهو يعني كانت تشوف المساجات اللي توصل فيها من الناس ندير لهم في بلوك بالهبل يعني والكلام كبير كيف الرحلة ممتازة إلى الآن إلى الآن احتمال انا نلبسها يعني لا لا احتمال غضوة وانا مروحة تتلبس من مطار احلاج انا ما عندي مشكلة مع المطارات استرس يعني زحمة لا ونشوف فيها بيئة حاضنة للبكتيريا نحس فيها كل هاكي عبارة عن كان معبي جرتين نبدو بمقدمتك انت لنفسك من هي نسرين نسرين قدح خريجة لغات جامعة ناصر ناشطة هلبع للسوشيال ميديا عندي تقريبا اكاونتز في كل بلاتفورم وندير في ادارة لحاجاتي الشخصية وادارة للخدمات متاعي وبرضو قاعد اشد ادارة خدمات سابقة لي اه تقريبا على الفيسبوك انا اد من اه لاربع صفحات وحوالي خمسة جروبات تويتر ثلاثة اكاونتات واحد شخصي وزوز خدمة انستغرام ثلاثة اه فانا جدا متواجدة على السوشيال ميديا وعندي شغف بالسوشيال ميديا بشكل كبير او ايضا نشتغل في مجال ريادة الاعمال ان انا طول عمري ان حساب روحي حنكون رائدة اعمال اكتشفت ان انا لأ انا مفروض نساعد الناس كيف يكونوا رواد اعمال اعتقد ان انا ما عنديش الاصرار متاع الشخص كيف يكون ناجح في عملة لكن نحب هلبع نساعد الناس كيف يبدو اعمالهم الخاصة فهدي انا بكل بساطة بساطة مش بسيطة لك في نفس الوقت يعني هدي مقدمة يعني تشوقنا للعالم هذا اللي هو صلب الموضوع سوشيال ميديا والماركتنج كميونيكيشن بزنس انتربرنورشيب كل التيمز الكبيرة لخصتها انتي في المقدمة بطريقة حلوة فمش هيقدروا يوقفوا الحلقة لو تهمهم الحاجات هذه مهم جدا لكن انا هناخد زنقة اوكي مش عملي التلخيص بس العالم بتاعك انتي في بداياتها يعني التعليم العائلة الأسرة المعيشة يعني مرحلة الولادة الابتدائي من هي نسرين في الفترة هذه وترتيبك في العائلة علاقتك بالاهل زوم ان على الموضوع اوكي انا نجي من عائلة متوسطة انا الكبيرة عندي اخ واختها صغر مني امي وابوي تعليمهم برضو متوسط قريت طول عمري نقرى في ليبيا وتخرجت زي ما قلت جامعة ناصر لغات في الامانة من واني صغيرة الحاجة اللي نحبها كنت ديما نحب لما نمشو بالسيارة نقرى يافطات فكنت ديما نحب نقرى في اليافطات بسرعة وبابا كان فخور بنتي يعني بنتي بدت تقرى في فوق تبكري فلما بدأت في المدرسة ما نسجمتش معاه ولا مادة الا الانجليزي بس للامانة كنت شاطرة في الانجليزي فقط كلمة الانزجاء مهمة علاش علاش انسجمت مع الانجليزي بس الاستاذة الاستاذة قبل احلام ربي فكرها يعني ربي يذكرها بالخير وما كانت كانت الاستاذة انيقة جميلة واسلوبها بسيط وقريبة للقلب فهو تقريبا ديما الاستاذ اللي في الابلة اللي في الابتداء ليهم فضل كبير يوجهوك فكنت نحبها هلبة وكنت شاطرة فيزيا كيميا رياضيات عادي يعني ننجح اما في الانجليزي ديما وديما مثلا في التسميع انا اول واحدة اتنوضني في التعبير انا اول واحدة لين جت التنوي من حضي ممكن انا الانسان الواحدة لتقول لك انا حضي حلو انا جت التخصصية طول خشيت لغات لا علوم حياة لا علوم هندسي لغات هو هذا فاني بديت نقرأ فيه انجليزي من اولا تنوي اربع سنين تنوي انجليزي درت فيهم كويس وخشيت للجامعة في الجامعة بديت تانية ولا تالتة جامعة بدت نشتغل لاني انجليزيتي كويسة في عمر صغير ولما تبدأ واحدة انجليزيتها كويسة في عمر صغير وتبي تخدم تخدم باي معاش شنية اول وظيفة كانت اول وظيفة كانت في فترة جوج شركات التركية اللي يبنوا يبنوا الجامعات يجددوا في الجامعات فحصلت خدمة مع شركة تركية اسمها نورول 2005-2007 2007-2008 يعني ننخدم من 2008 بالزبط في الكامبوس متع الجامعة نفسها كنت مساعدة المدير المهندسين مرسلات حاجات بسيطة جدا خدمات ادارية خدمات ادارية بسيطة كلها كلها انه مدير المهندسين كان ليبي ما يتكلمش انجليزي والشركة تركية فانا كنت انترجم نوعا ما وبعدين للأسف لما طالب في عمر الصغير يبدو يجروا في ده الفلوس ويلقى ان الشركات تخدم فيه ينجرف للمواضي اهيه للأمانة ينجرف للصرف يعني ينجرف للخدمة يقول لك وصلت وطبعا هادي حاجة غلط لكن انا قعدت نقول انينا هوني خدمة كم عمرك الفترة هذيك يعني بالسنة التانية جامعة تالتة جامعة ايه تالتة جامعة ايه يعني حوالي تسعتاش سنة تمنتاش سنة بعد الخدمة هادي حصلت هادي اكتشاف ان تقديري حاجات بروحك انا لتوى نتفق اه واخدمت شهرين اه زي ما تقول اعطوني هو من الاول كانت لديل شهرين بس اعطوني معاشي شهرين مع بعض نتفكر لتوى الساعة اللي شرعتها قاعدة عندي لتوى لتسعمائة دينار نتفكر فيهم طبعا تسعمائة ووقتها رقم كبير منشري ساعة غالية تسعمائة تقيق يعني يقولي 800 دولار 700 دولار يعني مشتشرت ساعة هاديكا هي كانت اول انجاز لي بس على فكرة حاجة كويسة انك تشري حاجة اتفكرك بالموضوع هذا مش مشرتيش حوائج لا 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 مشتش فيز راديو ماكلة يعني قضية ملموسة قلت لك شنر ممكن لانه قلت لك لمولي لمعاشين كانوا لمعاش 450 دينار في الشهر فلموهم لي معا بعض لو خدتهم 450 فيه احتمال كانوا يتفتركوا لكن لما 900 مبلغ كبير لطالبة في تالتة جامعة وقتها لا هدو ساعة خلاص احنا كبرنا على ساعة السواتش اللي يجبوها لك مالي كل 3 ا 4 سنين توب نشروا ساعة بنديروا اتفكرك شوية فشرت بيهم ساعة شكلك ما تبيش تقولي شنة هي ساعة لا فريلوك اسمها الماركة مش حاجة لانه كانت غالع خطر الفصوص كانو شوارفسكي فاكي قلت خلاص هي هادي بعدين شن صار لي لما بديت بعد الخدمة هي جاني حصلت خدمة تانية في شركة شركة مستقلة مليهاش علاقة في الجامعة شركة اي تي كحت صارت لي لقطة اننا يتوى هل مفروض نكمل جامعة ولا لا انا الانجليزي ونقرأ والكمبيوتر ونعرفها والانترنت ونعرفها في فضاك الوقت صديق ما نعرفش كيف هو حتى طبعا انا حتى في محاجم الحاجات اللي هنا جدا نعتز بيها اننا محافظة على صديقاتي من زمان ونقدر الصداقة بصورة كبيرة ففي صديق قعد زم يعني لانه هما شوف صاروا حاجتين في تالتة جامعة الحاجة الاولى اننا بدأت نخدم والفلوس يجروا في دي والحاجة التانية ان صديقاتي في الجامعة بدوا يسيبوا في ناصر ويمشوا لجامعات خاصة فمعاش في يعني علش نمشي الجامعة صحباتي مش غادي وصارت هلبة لكن باش ما نطولش عليك في الاخير الحمد لله على فكرة عادي تطولي علي انا احنا قاعدين ساعات احنا نهدرز باش نطول ومش مشكلة اه بكي صار اسرار انا كملت الحمد لله كملت الجامعة كملت الجامعة وانا نخدم والله العظيم شوف انات في الجامعة جريت دفعة سنة يعني جماعة سنوات مش سيمسترات اخر سنة لي اللي هي سنة رابعة جامعة كانت اخر سنة يطبق فيها لنظام السنة ومتاع السنة الدفعات اللي بعدنا كلهم سيمستر فاشن صار صاروا حاجتين ان الفكر ان ضروري دفعتنا تتخرج لنا معاش نقدروا نرجعوا لنظام السيمستر فمقدرش نعود والحاجة التانية انني كانت انجليزيتي كويسة لكن من غير اعمال سنة يعني نزيروا اعمال سنة لكن في الامتحانات كنت ندير كويس شو معناها اعمال سنة اعمال سنة الحضور متاعي مش موجود الهوموركس الاسايز متاعي مفيش لانك في الشغل نخدم فالاتفاق كان معاملية ومع كذا يعني ناس كانوا يدعموا فيها هذيك الفترة اننا باقي احضر الانتحانات بس ما تبيش تحضري ما تحضرش احضر الانتحانات بس فانتفكر في امتحان الـ دكتورة دكتورة ليبيا كانت دير معاي في الامتحان فما اعطتنيش موضوع قاعدت كلها تسئل فيها انتي وين وعمالك السنوان وخارني ما انا عرفكش تحقيق وانتي تتكلم انجليزي يعني كان انتي الانجليزية متاعك هذي انا مفروض نعرفك فبدأنا نحكوا علاش انا بدت ننجا رفلي الخدمة ولان الشركات يوظفوا في الصغار اللي يتكلموا انجليزي كويس لانا للاعمالة عمالة تعتبر أرخص شوية من حد وعندها شهادة جامعية فهذا كان موضوع امتحان بتاعي كلها بالانجليزي كلها بالانجليزي واللي هو أصلا نجحني الدكتورة قلت لي أنام ما نقدرش نعاقبك هنعطيك فول مارك وللأمانة بس انتي خاشة مجازفة مجازفة وصايرتلي لقطة وكان عودت انا نخدم يعني احنا علاش نقره باش نخدمه الهدف واضح انا نقرأ باش نخدم انا نخدم تقبل مكان وفي نفس الوقت النوع ما الخدمة اللي تاختبي فيها فيها الأهداف اللي حطتوا في دمائك معاش كويس الانبعار كويس تتعلمي شايفة حاجات يبكون فيه ابغريد لقدام هل هادي كلها واضحة في العمر هداك لا 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 ابغريد قدام للأمانة كانت فلوس كانت كانت فلوس اه ف اه خدمت في شركة متاع بس في حاجات تتعلمي فيها غادي اللي هي فاداتك مثلا اول حاجة تتعامل فيها انا قلت لك نخدم شركة متاع مبيعات اي تي فانكلم في سوق الظهرة تليفونات ونبيع فانكلم في الظهرة وفي نفس الوقت نبيع في الأجهزة لشركات نفطية فانا نتعامل مع نوعين مش جمهور مختلفين جدا السوق السوق اللي بيمتع لها يبلغ ومشيكي ونقصه وزيده خمسين دينار وكده وما بين الناس اللي تابعت ايميل بالانجليزي عروض وفواتير عروض وتعلمت يعلموني كيف نشتغل على منظومة اسم كويك بوكس فبدت نخدم على منظومات نتعامل مع ناس بالتليفونات نتعامل مع ناس بالإيميلات بدون ناس يعرفوني نسرين 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 انعرضت علي خدمة كده من مرة من شركات اللي نتعامل معهم بتبيش تخدمي تجي تخدمي معنا كده على الشن اللي سمعوا لا لا طريقة معاملتي معهم فلما نتكلم في التليفون انا عادة شخصية دائما مبتسمة مش ملاحظ بكر يعني الصبح وانت مكشرة عليها مش ملاحظ وهذا يقتر هلبة يعني يقتر هلبة والله بس في التليفون كيف يشوفه لا في التليفون انا عادة بسيطة رهو حصلت كده من فضلك زيدني كده نقص كده انا رهو عندي زبون من الشركة الفلانية انا من شوش فيها بسيطة نشوفها communication واضحة ان خطوات واضحة والمطلوب واضح والنوع ما حريصة انك الحاجات تكون في الوقت بالضبط فالبساطة في البروسيس نفسه اللي هو معقد باش انت تبسطيه هي الفكرة هو هاد احنا هيكي في حوشنا انا امي هيكي امي انسانة مبتسمة لطيفة بسيطة طلعت لها عكس بطريقة ايجابية جدا على خدمتي بعدين الحق للامانة في جامعة تخرجت خديت شهادتي حولت لي شركة تانية بمعاش نفس الخدمة لكن بمعاش احسن حد عرض علي وظيفة حولت معاه وهكذا انت لخصتها الفترة حلوة وربطتها بامك والحوش والعائلة والزي ما تقولي التربية من بدايتها امي وابوي شخصيتين لعبوا دور اساسي جدا في اي حاجة انا وصلت لها زي بعضهم عكس بعضهم زي بعض هلبة هلبة يدعموا ويفرحوا ومش يفرحوا وفوقها يكوشوا انت عناه بنتي تتخدم عناه بتقولي يا فرحوا ان ما هوش احساس انتي قاعدة تستنشي تشوفي تشوفي في فرحتهم عن طريق تعبيرهم ولأ وجو لما نروح من الخدمة ها حكينا شان صار اليوم مني كلمتي كلمت شركة هالي بيرت شامبرجير وكلموني وانت مش كلموني يعرضوا علي لك انت عملت بعتلهم حاجة وبابا حلم لي حبوك كلهم مش عارفة شيني في حماس وفي حماس وفي لازم تخدمي ولازم تسوقي ولازم تعتمدي على روحك فكانوا يدفهم كويس استحسي في من وين جاي هذا هل هما حاجة فعلا يعني يرغبوا فيها حاجة لاحظوها حاجة اثرت في حياتهم باش تخليهم يكونوا الطاقة هي اللي تدف فيك ديما يعني لا ممكن ما نعرفش ممكن في حوشنا ما فيش لقطة اول حاجة انا الكبيرة وبعدي بنت وبعدين اخوي اصغر واحد فينا بوي عمرا ما دار لقطة بنت وولد لدرجة انه مرات نحس فيه منحاز للي منحاز للبنات اكتر اه زي حاشنا بالضبط يعني بوي هما دي ما يقول بنت كريبة لدقاب ايه لا ما فيه ثلاثة انا انا اقلية في الحوش وطبعا هما كلهم ضد يعني في برشرة على امي راو تحبيه راو توكل فيه راو حصتك نفس برشرة على امي ففي توزيع ادوار لي يخلق بالانس عرفتي فما تحسيش ان ارى التوجه ان البنات احسن بس في كونفلكت عنا منا هدا يدعموا وياخدوا في رأيي هلبة يعني لما بياخدوا بيديروا قرار هان السنين شرايك بنديروا كده وكده من وهنا صغيرة اللي نبينقولها ان علاقتي بأمي وابوي اكتر من ممتازة جزء كبير من النجاح والرحلة اللي انتي فيها يعني عندهم حصة كبيرة فيه يعني يخليهوا الكديم ان شاء الله شكرا النجزه تقريبا 2015 حسب ما كتبت حنا متقبلنا المرة الاولى بس في اي لقطة صححي لو لو في عفسة يعني مش مشكلة سوشال ميديا فيسبوك فيسبوك والبزنس وموضوع تريبولي where can I find بقصة هدي كيف بدت يعني يمكن في حاجة كيف لاحظت درت تشك اليوم على فكر اخر مرة قعمزنا مش فترة طويلة كان الناس اللي موجودين في الجروب بتاع تريبولي where can I find 90 ألف اليوم لما درت تشك 101 ألف الجيش هذا من حتى انا طبعا يوم لما درت تشك بعت للأدمنز والمودريترز متاعي معا شتيجوا بلو ناس هدوا شوية ليش خلنقوله قصة قبل طبعا آسفين محرومين انك تخشوا لو تبقوا واسطة مرات عن طريقنا سرين لا لا نمضحوا لفترة معينة بسوا بعدين نفتحوا تاني الفكرة أنا اشتغلت مع باعة الاتحاد الأوروبي في ليبيا والفترة هديك زي ما يعرفوا الليبيين كلهم من الأجانب كلهم مستقرين في البالم سيتي على كبير فكل تحركاتهم معاهم جيش كبير لما نقول الأجانب المنظمات وبعض الشركة والسفارات كده فأنا كنت نخدم في هذاك الوقت مع سفارة الاتحاد الأوروبي أو مرة نسمع عندهم سفارة ايو ديليجيشن بعتت سوري بعتت الاتحاد الأوروبي كنت أنا اللي بيه الوحيدة اللي نخدم برضو كمساعدة مساعدة مترجمة يكلموا في المغرب في الليل نسرين وين نلقى منين نشري علاقات نسرين منين وين نسرين وين أجل أجل محل محل نسرين وين أجل محل من محل نسرين وين أجل أجل كافي ويكلموا والله المكالمة اللي اللي قيتني تفكر فيها كانت في أول يوم العيد الكبيرة ويني حصلة في الحم مع أمي لهنة وطبعا واحدة من الحاجات اللي قولها لما تخدم لما ينكلموك لازم تردي فرديت واحد مكسد في البارلم ستي وعط لها نسرين مطاعم كلها مسكرة وين نقدر نمشي نناكل بطلال اليوم عيدة كبيرة وكده مشابة بعتلهم إيميل وكتلهم اسم وراه وانتو تكلموا فيها هلبة على حاجات هلبة شخصية شرايكم نديروا فيسبوك جروب انتو تخشو لها وديروا انفايت للأجانب فللأمانة تريبول يوير كانت موجهة للأجانب اللي عايشين في ليبيا منهم ليهم وانت المعلومات اللي تعرفات حطها نعرف هم يردوا على بعض ويضقوا ويكلموا الليبيين اللي يخذوا سفرات تانية يجوا يساعدوني لنا نعيت هدفك انك تب بالتليفون هواي بطل زنين عليك بس هذه الفكرة بعدين بطريقة ما غريبة جدا الاجانب لا خشول لا عبروا ولا اي حاجة لكن الليبيين ما هوني شندرت دخلت للأجانب ودخلت حتى صحابي باش لما حد اجنبي يسئل سؤال انا ما نعرف ش ردة فيه مش كون يرد فاول سؤال كان من صديق لي اسم حتى من شعبان يسئل وين نلقع كرسي متعبابي للسيارة من غير بموديل تاني هدا اول سؤال انا قاعدة متفكرتها لتوى لان كأن السؤال هذا هو وكتبها بالليبي مكتبش بالعربي انا وين نلقى كرسي متع سيارات من غير تشيكو يدور كان في حاجة تقريبا ارخص ولا ماركة تانية حلو اول سؤال فعلي اللي طلع طلع بروحة والناس ردت فقلت لك السؤال هذا هو اللي دار بتاع كيف مفروض يمشي بشوية بشوية الناس بدت تسئل بعدين ان نلقى تروحين انا ضروري نكتب قوانين بعدين نلقى تروحي انا ضروري ندير أبروفل للأسئلة قبل ما تنزل ان في ناس ديما تحب تعفز في حاجات وين نلقى عريس وين نلقى هذا يعني لو اي حد يسمع فينا حساب رحها هو الوحيد اللي طلع بالسؤال هذا نقول لأني اسف حاول حاول مجهود اكتر عاجة جديدة هذا وين نلقى حشب وسعدية يعني في حد رد عليه وراه حشب وسعدية لا ما هو في الاول او ما ما زال قدام شوية بعدين تجي كامبين لو انتي يعني القدام توسع في بيلبورد وين نلقى حشب وسعدية لو تب الاجابة تلقاها في اه 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 قلت لالا انا لازم ندير اه 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 حلو اه لنا وبعدين حق للامانة في اه في حاجات كانت سخيفة تنزل كانوا في دعايات تنزل سبام ف طبعا خاص الفترة هذه في الاول في الفيسبوك كل واحد ومش معروف اه اه شن 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 وشن اني نسئل وكي من الغريبة كان طلقت لكن للامانة انجح بطريقة غير متوقعة مش لطريقة غير يعني مش عنية الطريقة اللي كنت حطتها في بالي وانجح والناس بدت تعزم و و وبدو الش شركات يعرضوا علي في دعايات نسرين لا هما مش دعايات نسرين لقروب متاعك هلبة كويس فاحنا نبقوا نعرضوا نبقوا نعطوا هدايا للناس اللي في كانت في اول شركة تسويق لبعض الشركات ان راح موجودين هذي المنتوجات نايا الامانة كنت ندير فيهم بالبلاشم تعني نفرح شركة هذي كلمتني وبدوروا عندي دعايات دي حاجة مليحة فكنت ندير فيهم نحط فيهم يعني والناس بدوا تعز ومرا تعال القروب هذا في تخفيض 20% على المطعم الهندي القروب هذا يفتح في اكاونتات اراميكس بالبلاش القروب هذا حتى الشركات والبزنس حوالين طرابلس حسوا ان في كتلة من الناس وفي اتنشن وفي تفاعل وفي حيوية يعني بالنسبة لحد عند بزنس تبي تحط اسمك في التركينة اللي العيون والتركيز موجود فيها انا قلت لك هذك المرة انك لما تنجح الناس كلها تبي تكون جزء من نجاح هذا بطريقة مع فجوني هل بعروض احنا اليوم وصلنا ل 300 سؤال في اليوم بنسبة 80 ل 85 في المية من الاجابات مش كل طبعا الاسيلا يتم تجاوب علىها 100% لكن نسبة لكن 300 سؤال في اليوم في حاجة مش موجودة في ترابلس حصلوا فيها صدمة الحاجة تعرف لما ندير سؤال نقول والله انا بندير لأنه لا يخالف القوانين بس مستحيل موجود بنت من ترابلس عشرة العمري في ترابلس هذا مش موجود موجود وانا اصلا انا اقولك حاجة في او في ففي ناس تبدأ للأساس الطلبات هي تقول عندي سيارة نبي نوصل الصيف يبدأ ترنز وانا نحط صغاء كورسات ناس تفتح كورسات ففي ترنز بدأت نزبط فيها لما نعرف امتى ينقص حليب الاطفر نعرف امتى نعرف امتى ينقص الحفظات ماركة معينة في شوكولاتة بس لما تقول تعرف الواضح نفي حركة يعني لو ني بزنس مان هكي اوبن لو نتفرج على نتفرج على الموفمنت اللي عندك في الصفحة نقدر نستثمر في حاجة على طول يعني نعرف في طلب قبل ما نفكر شنو البيزنس ندير اين وفي ناس يلاحظوا مرة جت الفترة اللي فاتت شنية طلعت حاجة وموضة يسألوا فيها الناس هلبة عرفت مش في العادة يعني في شركة هذا اللي زي البشكوتي بتاع الجيلاتة ففي شركة دارت زي ما تقول كيسة معبية نهاية الجيلاتة بس من غير جيلاتة شي هو تاخد هكي هذكا لنهاية الكورن اللي معبي شوكولاتة ان هو هكي خفيف ويتقرمش وتاخد شوكولاتة ففي واحدة سألة سؤالها هو حطت صورتها نزلوا الصورة وبدو ينزلوا خلقتي محطة فضائية لا لكن هي الفكرة كلها انك انت لازم تدير قوانين تطبق القوانين على كل الناس وتكون صارم جدا 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 شن هي القوانين لان انا اكتر من حاجة مزعجة وقاعد نتعلم فيها لان عيب البودكاست ما هيش حاجة ملموسة نحن نتكلمه موضوع صوت وك ميديوم جديد لاستهلاك المعلومات ولا بتتعلمي بما هواش في المتناول هو عبارة عن راديو مسجل بعد ما تفتحي معاطي الراوي تستني البرنامج ساعة 9 صباح هاد عامتا ما تبي حلقة تزل يوم ثلاث بتسمعها يوم ثلاث يوم لربحة تسمعين نص منها جزء منها عامتا ما تبي يرسي بلاي وينتهي الموضوع بس تسويقة مزعج لان لقطة طويلة و ما تزبطيش في حوار نحن اي معلومة من المعلومات او موضوع من الموضيع تجد بالشخص في البداية فاشندي ندير في التريلر نزل على الفيسبوك نزل على انستجرام مرات اليوتيوب والتويتر فانضطر نستخدم السوشيال ميديا باش نقولي الناس راهوا في حلقة وفيها ثلاثة موضوع هادي يشوفوها طبعا كل شخصية وكل موضوع ينحب من الناس ويستفز بعض الناس طبعا بزينا يعني كنا احنا عبارة عن مجموعة خبرات وآحاسيس وآراء يعني خليط نشترك في حاجات ونختلف في هلبة حاجة وانا قاعد نكتشف في نفسي يعني وين الحدود بتاعي وشين الموضوع اللي نبهها باش نعرف يعني ليبيا والليبيين والعالم والمنطقة اللي عايشين فيها احنا في 2020 توا شن صار فيها وبناء على تجربتنا وشن صار فيها فلما نحط فيديو خلاصة الموضوع تحصلي تعليقات وزي ما تقولي نوعا ما نشوف في الصفحات بتاعها داميري بودكاست وعلى الفيسبوك وغيرا عبارة عن محلات ومحلات فيها ناس تبي تستهلك الحلقات هادي فلما تخشي لها هل أنا يعني موضوع مفتوح لحرية التعبير وهذا يهمني ان كل شخص يعبر بها حاسيسة طالما ان في الحدود ما يعني ما يجوز لا ضيف ولا حد تاني والحوار في صلب الموضوع بس ببعض الحلقات حساها في بعض التعليقات حساها فقاعد معقد هل نمسح لان ما بيش اللي بعده يخش يصور ان ما يفهمش شن صار شن الكونفلك مثلا شخص يتناقش لا والله ما عجبنيش الكتاب وحنا اوكي تكلمنا على الكتاب وعلى العقلية من نقطة بخلاصة التريلر تاعة ديجا فيها موضوع الحلقة الساعة ونص فيها عشرين موضوع فهل نمسح التعليق هداكة باش الشخص اللي بعده يجي يتقبل فكرة بأوبن مايند وإلا لا بحكم ان هداكة عبر وما سبش وانايا رديت عليها ومرات زي ما تقولي بنقولها راه وركز في الموضوع خليها فقاعد نحاول نفهم مناوين انت شلي وصلتي له هل قوانينك صارمة وهذا مكان دكان لاستهلاك معين انا خبطت الضي لفوق طبعا ما سمعت الصوت من كتر الحماس والتنشن لانا ما زال ما حلتهاش المشكلة هدي بالنسبة لي انا شوف موضوعي وموضوعك مختلف علاش انت موضوعك فيه تب تخلي مجال للناس تعبر عن رأيها انا موضوعي كان موضوعي تجاوب اجابة على الشخص هده وان يلقى حاجته اما الحاجة هدي كويسة مش كويسة لا نمسح يعني انت يوم تجي تقول لها ندور في فيتامين دال تجي تقول لها والله فيتامين دال موجود في الصيدالية كده ويجي واحد ثاني يقول لا والله فيتامين دال مش كويس لعمرك ديليت اميديتلي اي اه ما فياش نقاش واضحة هو دي ما نقوله فيها واضحة سؤال على قد الاجابة على قد السؤال بالزبط وين يلقى حاجته يعني توا مؤخ مؤخرا بدت في الحاجات للعلاقة وين ندور في مدرسة بلالي بنتي حلو هده طلب يعني فترة هذي كبيرة لها فيه هذا البلال لما تدير سيرش على البلال يطلعو لك هلبا بوستات يعني فيه هلبا هل هو في بداية مدرسة ترند ولا في كل فترة لا لا فيه هده ما فيه شي ترند معين ومش عليه هلبا طلب لكن نقرأ فيه اكده من امه تنصح يفتح مدرسة بلالي يعني والله يفي يفتح 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 مدرسة بلالي ففيه طبعا ناس تحب تنصح انت قلتها بألطف ما يمكن يعني شي قصدك بالزبط تتفلسف توجه تبدي آراؤها في موضوع ميخصها مرة تانية نعوده نكرر هدي مش مساحة لابداء الرعي هدي مساحة خدمية بحتة عجبني البراند رأيك مرفوض يعني لنا المكان هذا مش كه تعبير كأنه يعني مش عارف كيف نوصفها يعني كأنك ما نعرفش يعني ماشي لشركة أو لمحل بتطلبي استشارة معينة في واحد نجعمز في الطبور يقولك لا الكيكة هديكا مش حلوة ما تاخدهاش بسط الدكاة بالضبط يعني مثلا رأوا أي حاجة نحكيلك مثلا واحدة تسئل على نوع شوكولاتة معينة في فترة طلعت معاش نوتيل والله منعرفش بالليبي نقولها شوكولاتة تلفيل لا لا مش حلوة بس بس يأثر في الانجاجمت لأنه في نعرف بعض الناس اليوم وانستجرام وغيرا يقولوا لي رأوا يا طارق لما نتعامل مع شركات لدي دعاية أوكي عندي كده موجودين يسئلني على الانجاجمت الانجاجمت اللي هو التفاعل اللي هو الرأي ورأي كده هذا باش كل واحد تلقيه حتى نب مؤخرا لما تشوفي في عشرة عشرين تعليق في حوار صاير ايه تخشتك رأي ايه انتي هذي تقصي في روح قصي يعني على نفسك انه رو في تفاعل لأن التفاعل هو هذا العشوائي يعني بس هالمهم للبزنس موضل اللي انتي خلقتيه ولا مش مهلا لا انا للأمانة حتى الموضوع التفاعل ما عنديش مهم هالبا يعني مثلا لو سؤال عليكم منت واحد اجابة محددة للسؤال خلاص هذا انا تمت حققت اهدافي تم لكن ان السؤال يكون عليه هلبة ايجابات انا مثلا لما سؤال تكون عليه هلبة اجابات هذا ريد فلايج معناها في مشكلة صايرة مش معناها في عركة في تهدريزة في تسهويك لأ فاني لما سؤال في ثلاثة اربعة تعليقات كويس حلو سؤال في تعليق في مشكلة بكيف انتشرت الصفحة بحكم ان الانجاجمنت ما هيش يعني بحادر زودوش وكده بكيف وصلت للمرحلة اللي انتي فيها اليوم زم هو انت لما تسئل سؤال وتلقى واحد بيس جاوب عليك اجابة حقية صحيحة ولقيت حاشتك يقول تعالى راهوا القروب هذا يخدم يعني القروب هذا فيه منها فايدة تلقى الحل والحاجة الثانية اللي ديما نقرأ فيها بتعليقات يقولوا ان القروب فيه ناس حقيقية ما نعرفش معناها ناس حقيقية لكن حسب ما فهمت ان فيها يقولوا لنا الاجابات حقيقية يعني لما نبعتك الامكان الفلاني وانت تمشي الامكان الفلاني وتلقى الحاجة اللي انت تبيها انت معناها حق انت مش اكاونت وهمي حتى دعايات قلت والله ممكن من اكتر دعايات اللي جابت اللي بين طبعا كلنا سفير اللي ورا فندق الكبير دار عندي تخفيض 25% دار كبير حتى هو لكن كل يوم 200 كل يوم فاليوم الصبح لما لقيت 101 كلمت ضروري وقفوا شوية لان الريبورتات كترت فخلي شوية بس شوف لما انت بتدير في مسئولية خاصة لما يبدأ فيه اكتر من 200000 فيه مسئولية انك انت تقف الناس كيف يستعملوا المجموعة هي ديما فديما تبي تعاود تحط القوانين متعك وديما تبي تعاود تحط كيف يبلغوا على الإساءات وديما تبي تعاود تحط تقول هذا مش جروب متع انكت او تسهويك او ابدأ رأيه هذا جروب خدمي بحت لازم فيه تذكير لان فيه جمهور هاد علاش توا نبو نوقفو لان الجمهور كبر بنعاود وتوا نحط القوانين ونحط الفيديوات ونحط الصور كيف هوتو ريبرورتو ادمن آآ ااة انتي في خطوات توضحيها بالفيديو كيف يستخدموا لاندي متى ندير في فيديو ونوري كيف تلقى تعليق وكيف ترصة عليه تلقى التاب سما هوتو ripportو ادمن ترصة يوصلني انا طول انا نقرأ التعليق آآ كان انا بالنسبة لي كويس نخليه وكان هذا الالتعليق بس وكان هادى للشخص ما على حسب التعليق ففي مجال نمسحوله تعليقه ونبعتوله نتوفيكيشن انه راه تعليقه كمتصح لانه خالف قوانين المجموعة وفيه تعليقات لا لما انت شخص هذا ما عاشت به نهائيا واضح انه هدفه يعني ما لاشي علاقة بالسخة وطبعا انه لما ندير بلوك وندير بلوك منجروباتي كلهم يعني لما حد انت لبلوك وصلكم تحذير لا مهمة جدا عملية تتقيف المستخدم لان اي حاجة جديدة بديرها يعني فيها تفاصيل معينة فيها استثمار وجهد من وقتك انت بس في نفس الوقت نأ يعني كميونيتي ولا مش عارف بالعربي هلو مجتمع صغيرون انا نقوله مجتمع رقمي مجتمع رقمي بالزبط مجتمع رقمي خاصة بالحجمة هو يصعب عليك انت او فريق حتى عشر رفار انك اليوم تتعامل مع الحاجات هدي فلو هما يتتقفوا بطريقة معينة هيساعدوك واستخدامهم يكون اسهل والكوميونيتي نفسها يعني تطور والهدف بتاعها يتحقق الهدف امتحها مستمر الحمد لله المجموعة هادي تقريبا نعم مش من 2015 من 2012 وال2013 الى الان ماشي بنفس الردم لان الناس اللي من بداية الجروب وعرفوا الجروب كيف ماشي يبوها يبوه يستمر فالحق الناس نفسها اللي تبلغ را يعني تول ادمز والمودوريتر اذا احنا نشبه همجا عمزين مجرد التعليق يصلنا نمسحه خلاص معاش احنا نخشه نقره الناس نفسها بدت تعرف كيف انها تعليق هذا وطبعا لما انت تبلغ يوصلك نوتوفيكيشن يقول لك راهو التعليق اللي بلغت فيه راهو انتح فتعطيك انكورجمت معناه والله هم بجديد يدوروا خدمتهم من ناسها الصفحة نفسها والبزنس اللي من وراها خلق صورة عليك انت يعني بالانجليزي اللي هي سمة و سمات شخصية ترجمتها مرات بالعربي واحد يدفقوا للعلامة تجارية بس نتكلموا على دكان او شركة بس يعني شبه العلامة تجارية بتاع نسرين تكونت شن هي العلامة تجارية حسب انت تفهمي الناس فاهمينها عن نسرين انه واخديني بطريقة جدية يعني انه لما حاجة فيها نسرين معناها لا لا هدي جديات هادي اكتر انا طبعا اكتر حاجة لما حدي بيهزقني يقولي ممتح سابيروحك مديرة مدرسة واحمدي ربك مش هده منصب في الدولة فعام يعني انه شوية صارمة في في الموضوح هذا لنا نحس فيها مسئولية مسئولية كبيرة وفي هلبة ناس يستخدموا في المجموعة مرة تعافل قت هلبة 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 قررت انه سكر المجموعة سكرت المجموعة بطريقة انه معاش حد يقدر يدير بوستات خلاص يعني سكرتها لانها ضغط ضغط مش طبيعي كلمني بوي بوي ما عنديش على الفيسبوك تصل بيه سرين قل لي اسمعي انتي عندك حاجة ونسمع فيه قولها شنية شنية قولها تريبل وركن اي فانت في الفيسبوك قلت له افتحيها سلم بنتي افتحيها افتحيها ارا وتوى صحابي كلهم انا للعلم نبعد تحية خاصة لصحابي لانه اقسم بالله صحاب بوي جوهرة علاش لانه هما ليحكوا لبابا والله بنتك نسرين مدايرة مش عادي تعرف انه في بنتك انا لقيت ايه والحاجة الثانية ممكن هي نقطة نحكوا فيها انه حاليا عايشة برا بروحي يعني فبابا طبعا زي اي قبلي بلاب ننتك بروحك ضغط الاجتماعي يعني موجود متوفر كيف مفشل ضغط الاجتماعي لما بالفعل اطلعت اه متفكر مرة وانا في الخدمة رقم بابا يكلم فيها على الفايبر بابا انا عايت اتصل بك مرة ردت بها مردتش معاش يدورك بكل ايه اتصل مرة مريح جدا على فكرة ايه مرة اتنين ثلاثة قلت لا لا بابا متكلم اكتر من مرة في حاجة مش ردت اه طبعا ردع صوت راجل غريب انا قلبي طاح خفت بابا بابا ما يتكلمش انجليزي فالو نسرين بابا قلبي بابا قلبي راتي صاحبي كنت نحكي لا عليك قلت لها قلت لها شكرا قلت لها شكرا هلبة وانا الحق نصدمت غريبة شن هذا فاكتشفت ان صحاب بوي بدل ما يدوروا الصورة السلبية انتع كي ببعت بنتك وبروحها وكده لا صحة لها شاطرة كده اعتقد لان هما عندي في الـ فيشوفوا تعاملاتي مع الناس كيف شكل وصورة اني انا كيف جدية هلبة في في طريق التعامل مع الناس هما اوتوماتيكين وفكروا ان قرار صح انك خلاتها تطلع تخدم وتشوف حياتها لا هي طبعا الموضوع معقد يعني بس في نفس الوقت انت يتبتي وجودك في كل الخطوات واضحا ان عندك اهداف وطريق تبديرها ما هواش هل هي حتديره والهل هي مش حتديره اما خط حيصيره حتتلخبط التركيز واضح وفي نفس الوقت يعني هذا عبارة عن تحريلات مرات ما لياش علاقة بالامر الواقع بس بنهدرز يعني انه هما في نفس الوقت في احتياجات في حياتهم اليومية عن طريق الخدمة اللي وفرتها تغطط هذي يعني عندك في بتاعهم حاجة رهيبة عرفتي نسرين في تركينا معينة عرفتي وطبعا هذي تقلل هلبة ضغط الاجتماعي في نفس الوقت يعني ما اظنش ابوك ينطقي في صحابه والله ما عارف انا الحاج ما عمريش ركزت معاهم لكن توا انا نقول والله انا محضوضة بصحاب بصحاب بوي اللي انا صلا ما عاش حتى شان اساميهم لكن انا محضوضة فني يعني للناس اللي يعاصروا فترة لما تسكر انتعاود نفتح الخاطر صحاب بوي حرشوا في يا بوي بوي يكلمني توا تفتحيه كسرولي راسي ما عندكش فكرة شين الحاجات اللي كانوا يبوها ولا يسفها لا لا والله ما نعرف نتفكر مرة في حد كان بيرشح روحها لمجلس بلدي ام ام كلم بابا ام وقال لا قال لا قال لا قال لا لا بنتي قلت لك سياسة لا الخط وضح ام فالحق الحق محضوضة بالدائرة الاجتماعية اللي حتى مش عائلتي الصغيرة العمات الخلات كلهم كانوا جدا جدا داعمين وفرحانين ونسرين بنتختي ونسرين بنتخوي فا وبما اننا نتكلموا على السمات الشخصية والبراند بتاعنا سرين عن طريق وحتى حاجات اخرى شنه اللي فتح لك البيبان اللي قاعدة مفتوحة لحد الان من ناحية شغلة وفاينانس وغيرها اللي تحققت عن طريق البراند هوها وخلينا بصفها ديركت حلقت كنتي بالفيسبوك في حاجة بس نبينقولها ان انا لما فتحت القروبات اهي وانا كنت نستخدم في اسمي يعني ديما نسرين قدح وصورتي كنت نحط فيها صورتي صورتك شخص طبيعي جدا زي ما يقالوا في الصفحة لنشوفوا فيهم ناس حقانين ناس حقانين فاول انت باش تبي ناس حقانين انت لازم تكون حقاني انت لاني حقانين وهدي بالسنا time هلت باهم فاولة هل것 تقولوني ما هل تدري فيه انواع واشكال مختلفة من الناس آخر منهم هذه الفترة تشوفي في حاجة هما ما يشوفوش فيها. ان شوف ان انا لا ان اول حاجة السوشيال ميديا خلنا تفقوا عن السوشيال ميديا اداء انت تتحكم فيها مش هي تتحكم فيك. يعني انا ضد الناس اللي تقول والله السوشيال ميديا هي اللي فسدت. هي اللي سبب مثلا ليبي علاش حارب كده والله كلها ميديا. لا لا لا. انت تتحرق ان هدي اداء عندك انت. انا زي ما نقوله اه اه درت بيئة اه مضيفة مسالمة اه لناس باش يطلبوا حاجتهم بحرية وبامان. شغل صعب جدا جدا في بيئة الفيسبوك وعقليات. اه 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 اعد علاش قلت لك في شيء جت فترة سكرت لان انا حسنت روحي ان الموضوع طلع عبرك الكنترول من التحكم امتاعي وانا ايه معاش نقدر. وانا عندي نسكرة ولا يقولوا ان والله في القروب هداك صار لي وصار لي وصار لي. بعدين كترت الادمند والمودوريترز لها هل با ناس طوعت الحق. ففي هل با راه وقالوا لي فاضي او انت وشين هادا لديري. ارى هل با هكي ناس تحاول تجبدك. وما عدلتش. في تريبولي وكان اي فايند لما بدون ناس تبيدي حيات ومش حارفة شيني. وكده نكتشفت روح هنا ما نعرفش كيف ندير منجمنت. هدي هنا لما طلعت فكرة جروب تاني اسمه تريبولي سمال بزنس. يوماية لايامات مقعمزة ليبيا في الالفين وستاش شهر ثمانية فاتحة فيسبوك مكسزده وصني مسج من شخص أجنبي. الصورة موحد أجنبي. هاي. معرفت أج wurden تسبعم عرفت تسجل موبايل فانت انت توجد اي واي عمي. اي 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 واي او اي 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 ما ردتش اي 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 واي اي اي ما ردتش. اي 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 ناس تبيدينا اية زمان أرجوك عندما لديك الوقت أريد أن أصدقك اسمي بلا 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 كومية بسبب الفيسبوك متاعي. ما تقولي مؤسسة حي يعني ما هي الشركة صيرونا. لا لا مش شركة احنا مؤسسة طابعة للوزارة الخارجية الفرنسية. آآ بعتولي لأنه كانوا يدوروا في حد آآ يشتغل كميونيكيشن. كيف وصلوا فيك؟ ناس مقا عمزة في جينيف تهدرز. فيهم معاهم بنت ليبيا لأمني الطياري هل بقى الليبيين يعرفوها؟ فكانوا يقولوا فيه بنفتحوا برنامج في ليبيا لعلاقة بريادة الأعمال، ستارتاب، سمول بزنس، ندوروا في كوميونيكيشن تا 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 تا. فيهم نقولوا واحدة سمهاني سعين قدح. ليبيا عايشة في ليبيا عندها كوميونيتيز وتخدم على ستارتابز وعندها جروب اسماتري بولي سمول بزنس سنتر كاني هادرزوا على قصتك هما وهم ما يندروش لان بعتلي إيمال فبعتلي إيمال عرض علي الخدمة عن طريق الفيسبوك قبلت الخدمة عن طريق الفيسبوك بعدان بعتلي إيمال فيه العقد وفاقت تا 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 كلها عن طريق الفيسبوك. بس هدي القصة نبي نحكيها ان راه الفيسبوك انت تتحكم فيه كيف يساعدك في حياتك ولا يضرك أنا بالنسبة لي ديما مساعدني ديما فتح لي أبواب فأنا حاليا نخدم في خدمة ممتازة وعندي عكسز علي كده وزارات وكده جهات وكده سفارات سواليبية سوى أجنبية بسبب بسبب اني كنت فاضية في عيون هلبة ناس اني نمدير حاجة على سوشيال ميديا بسبب العناة تسكير الراس هاته ممكن ممكن لا اليوان شو فيه تركيزه عرفت لان كل ما تبدي في خطوة فيه هلبة دوشة وهلبة عراء ولو ما عندكش قدرة انك تفرزي تقولي لا الراي هذا كويس بس يمكن ناخد منه جزئية لا الراي هذا نفوته وانا يخطي واضح وبنجرب شن هنخسر وهكده يعني من ناحية السمات الشخصية personal brand بنسكرة بهادي بس بنستغلك طبعا داميري بودكاست أول ما شفتيه وبعد ما اسمعت حلقات كبراند كهوية تجارية ورغم أن ما نبيعوش حاجة بل كنبيع تيشيرتات لقدام بس ما نظنش يعني شن شن تفكري لما تفكري في داميري بودكاست ومش متطرد تقولي اي حاجة يعني مش مدفوع لك ولو تبيش تكملي الحلقة ما تكمليهاش عادي اول حاجة بنقولك شوف انت درت حاجة هلبة صاح لما درت الانتربيو الاولة معك لانك انت يو سيدة تون الناس عرفت هذا شن الموضوع مثلا انت الانتربيو مع نفسي الحلقة الاولى الحلقة الاولى هي فهمت الناس شن المفروض يبدو يتوقعوا وبعدين وعد حتى الضيوف متاعك هما عرفوا لكن لما انت بتجي تقول والله هنا بنبدأ بودكاست وحنا خلينا نكونوا واقعين البودكاست مش حاجة متعارف عليها في ليبيا بالنسبة للامانة ما نسمعش في بودكاست نهائيا قبل بس تبتي تسمع في بودكاست كل حلقة كل يوم ثلاثة نسمع في كل حلقة كل يوم ثلاثة وبدأت نسمع حتى في البودكاست اللي انت تنصح بهم زي دومتك وجسدي حلو حصلت حصلوا دعاية في ريش معي مش محسوبة هادي يلا مبروك يلا لا نسمع في كل الحلقات لان طبعا في ضيوف انت عنين عجبوني في ضيوف ما عجبونيش لكن هي الفكرة كلها كلها قصص يعني قصص ناس عادية يعني انت ما تجيبش في حاجة خارقة للعادة وفي نفس الوقت صعب تزرق روحك حاجة عادية مئة الف فولوورز بزنس والله إزما بص المحل مفتوحة في الباك في الباكو في مي هيد تصير اللقطة يعني سرين رو فيسبوك رو هدا يندار في دقيقة وبالبلاشين شينو اللي درتي انت بحدة فلان وفلان وفلان طير ديما في هديك لقطة تشكك في روحك وانتا وين ستاند متاعك توا بس معاك في انا يعني هذا اللي فعلا نبي انين اكتشفها ونبي ناس تكتشف انها رو حياة الناس طبيعية مرات تكون اكسترا يعني بالحاجات اللي هما يديروا فيها وفي نفس الوقت مرات زي ما قلت فيها شخاص ما عجبتني بش في حاجات منهم نستفيد منها ايه ايه وفي نفس الوقت ما نبيش نهدرز مع سيليبرتي على خاطر هو سيليبرتي ونسوق له لأ اللي ده كان هو حاط في باله انه بيتكلم على الأخطاء اللي صارت معها المشاكل حالات معينة اللي تفيد غيرها لانه ما نبيش زي ما تقول فيه هواس كبير بالشخصيات انه هذا هو فنان وهذا هو بزنس مان انه هو في الدييني بتاعها لازم ما يصير موضوع هذا يعني كأنه منخلقوا شخصيات نعبدوها الفكرة انه راو كلنا نقدر نديرو لو نبو نديرو نحنكوا راسنا ونتعبو نخبطوا راسنا في الحيط عشرين مرة وتقدر تدير سواء كنت عايش برا كنت عايش الداخل تعلمت برا تعلمت الداخل بالزبط تدير شن تبي الاناي الشنة يعجبني في داميري بودكاست كل الضيوف متاعك عندهم حاجة واحدة بس مشتركة اللي كلهم تكلموا على الصحة النفسية لان انا هذا موضوع انا هلبة مهتمة به وطبعا ما فيش عليه هلبة متسليط ضائع يعني فهدي حاجة ممتازة انه تكون عندك مشاكل نفسية حاجة عادية ومش ضروري تكون تعرضت لمشكلة كبيرة في حياتك ومش عيب انك تتكلم عليها فممكن قلت لك فيه شخصيات الامانة ما عنديش على لها لكن سمعت لنبي نعرف توشيني هادي المشكلة اللي عندها اللي عندها انكزايتي اللي عندها ديبريشن فممكن هذا الخط اللي انا نتبع في داميري بودكاست اللي نكون حريصة نبي نعرف الناس هما كل واحد كيف مشكلته وكيف يحكي عليها اكتر مما نبي نعرف شن قصة حياتها مثلا وحاسنا هذي حاجة تجمعنا بحكم اسلوب الحياة بحكم شن صاير في بلادنا معينة ولا بالضغط شن اللي تحسي الرابط ان كنا نعانوا منها ولا كنا نتعاملوا معها الرابط ليبيا كل بساطس وانت عايش في ليبيا عايش برا ليبيا طول عمرك في ليبيا طول عمرك برا ليبيا هي السبب ان احنا منرقدوش في الليل ممكن عنا كآبة بدنا نخافوا من المكانات الزحمة نخافوا من المكانات المسكرة انا مثلا عندي مشكلة مع النوم يعني كبيرة مع انها ما عنديش اي مشاكل تذكر عائلتي تمام حالتي الصحية تمام نخدم تمام لكن دي ما عندي عندي انكزايتي في الليل في الليل فقط ايه في الليل بس انا عندي مشكلة في النوم يعني انا مش من الناس اللي يحطوا رأسه مع المخدة يرقدوهم يعني لو بتحللها لو انت درتها من قبل هل لانك قعد تحس بيش بيصير غضوة او حاجة مربوطة بالليل نفسها لا 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 شن بيصير غضوة او زعمة مالية او شن صار فيهم زعمة اخوي شن بيصير فيه انا لأمتى بنقعد هكي مواضيع وعندي لقطة ان اي حد يحكيلي اي مشكلة انا لا لي علاقة بها ولا عندي ليها حل ولا عندي ليها دخل نحن نفكر بها هادا كيف يدير في الموضوع هاداك نحن نفكر لان يخم علي ياخدني النام ما فيش كيف تجيب ديس بينا هادي لا 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 كل شيء تفكير هل هادي مربوطة بليبي اكتشفتها من ليبيا ولا لما طلعت لتونس اكتشفت ان اراه هادا هادي الحلقة في كل ليل وبعدين صدماتك ان اراه الموضوع هادا لازم انا ندير لحل اه شوف انا هادي هيكي تصوري للي صار عرفت لما تدير رياضة ولما تبدأ سخون فما تحس بشي تقع تلعب 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 لان تجي فلال بترقد يبتك كل عظمة في جسمك توجع فيك امتى وجعك لما ارتحت فانا في ليبيا وقت في فعزها يعني مش حاسة بشي عادي نرقد وناكل ونضحك وجو يمليح وحربه وصواريخه لكن عادي اول ما طلعت من تونس وبعدين اكتشفت كيف ان الحياة ممكن تكون هلبة بسيطة وكل شي سهل انك توصلها في انترنت وفي ضي وفي مية وفلسك في البنك تقدر تاخدهم وكذا زي ما نقوله الوضع الطبيعي هادا كوين كل شي بدي يجع فيه هادا كوين زي التفكير وفي الليل المشاكل في الليل ما نرقدش كويس يعني زي ما ديولي الاساسيات وقفة يعني توفرت فانتي قاعدة تحللي في اللي صير لك وفي اللي بيصير لك وفي اللي حاجات انحلت وما انحلتش ومواقف والحاجات اللي تصير كل يوم انا نحس في روحي بعد ما ارتحت الالم كلها بدت ترجع علي وفي كوابيس طبعا عندي بس بش نحدد نقطة معينة مش اول يوم وصلتي لتونس حساتي فترة طويلة بش اكتشفت نرى في حاجة ممكن سنة بعد سنة بدات بعد ما تعودت حتى هي اول ما تمشي انت اول حاجة انا بدات نخدم ما بين تونس وليبيا يعني خمسين في المية هنا خمسين في المية غادي من ناحية وقتك يعني ففي خمسين في المية من وقتي ولا مية في المية مستقل حتى على عائلتي اللي نهلبة مرتبطة بهم روتين تغير كامل يعني في رش في متاع واو في حرية وفي قراراتك بروحك وفي فواتير بتخلصها فيه مسؤولية مع حرية بش الواحد ما يستسهلش ان نرى لا 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 في مسؤولية كبيرة ما فيش لقطة شوف في حاجة ديما ماما تقول لي لما ناخذ نشرب قهوة ونحط الطاصة في الحظ ونمشي للامانة يا ماما يا اختي بيجو يغسلوها تقول انت عايش بروحك بتقعد يوم يوم انت بتخسلها ادي هدا ميطال بسيط من المسؤولية ما فيش يعني انت كان ما خلصتش فاتورة الكاهرة ما فيش حد بيخلص عليك بيكتو عليك الضيء كان ما خلصتش الانترنت الانترنت بيفصل ما فيش ما بيمشي يخلو مفشلو بابا بله انت ختم خلصة انت بتطلع وتحسبي انها لا 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 هي مسؤولية كبيرة وبعدين حتى في مسؤولية للحرية انت ما تبيش اهلك يخيب ضنهم فيك تبي تكون مسؤول في عيشتك وتبي تكون مثل يحتدى به للعائلات اللي يشوفوا فيك وعندهم ابنات قاعدين صغار في احتمال حتيهم فرصة قدام يطلعوا انت لانك تكد انت بنفس حطي في روحك في شريحة او كاتيجوري معينة اللي نقوله ما نعرفش هالكبرت او صغرت في المرحلة هادي في ليبيا لان مع النشح صيف اي حاجة اه صح طبعا بانجليزي يعني عازبة في نفس الوقت عايشة بروحك والي هي يمكن في الناس اللي في العالم شريحة كبيرة جدا يعني سواء في منطقة او غيرها ما هياش حاجة خيالية بس باننا احنا ما هواش مألوفة زي ما نقوله فهذا تحسي بضغط المسؤولية انك انت تمتلي شريحة هادي ولا مش ما هواش ضغط يعني تشوفي لا والله يضغط لاننا مثلا قلت لك انا في الاول راومالية ماكنوش بالساهل ايه بره يمشي عايش بروحكو وجو مليحو لا 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 في نيه بنتي وكيف وشنو الناس صارت هديك القصة يعني من الطرفين الام الام والاب الاب اكتر كان بابا اكتر يعني ماما جو بنتي واني انا عارف روحي كيف ربيتها ومش عارفة شني بابا لا نيه بابا ديما يقول لي مشكلتي مش معاك مشكلتي مع الناس هو خوف وضغط خوف وضغط لان قلت لك انا قلت لك من حظي كنت محضوضة بعمام وخوال وصحاب اب اه اه لكن في نفس الوقت ما كانش في حد نقول لي بابا اه شوف فلانا بروحها و الامانة ما كانش في عندي حد في بالي نقدر نحتدي به يعني اه القصة اللي انتي لازم تترجمي هالهم بشو ما يستوعبوها في صفحة بيضة مفيش فانتي ضغط ضغط انك تقنعين همراه المشروع هذا ناجح اه اه كيف نقولها بطريقة كي تكون تشجعيهم وتساهل الطريق يعني مش اي حد يعيش برا معناها اي مش عملية حتى تشجيع ان نراه هاي هاي تعالوا كلكم عملية ان نراه في طريق يقدروا يتابعوها وخطواتها واضحة ونتجتها واضحة ويشوفوا فيها يعني زي من نراه خشوا طريق ومفيش اصلا طريق يعني لازم يكسروا بروحكم اي انا نحس في روحي كسرت هل بحاجات بروحي ملقيتش ملقيتش مني يفتح حالي لو تسمع في او تتابع من اليوتيوب ياريت دير لايك وسبسكرايب للمحطة هدي افضل طريقة تدعم فيها برنامج دميري ملقيتش مني يفتح حالي اه فتوى نحس في روحي ان لا انا لازم نطلع بصورة معينة لما نتكلم بطريقة معينة نكون متواجدة في امكانات معينة باش الناس يعرفوا يقولوا لا والله عادي حاجة كويسة ان البنت تطلع وتخدم وانا للامان نشوف في المرأة اللي بيها عموما مراقوية بغض النظر طبعا في ناس عندها فرص في ناس لا في ناس مقموعة في ناس منفتحة عموما المرأة اللي بيها بجميع حالاتها الاجتماعية مراقوية يعني باش نقول لك ما عنديش معلومات كبيرة بس حسب الانستجرام الشريحة الاكبر اللي يسمعه من البنات والشريحة الاكبر اللي يتفاعلوا من البنات طبعا عندي تحييز بسيط لانا نحس اللي نهدرزوا به يستفيد منها شخص فيما زي نحن في مرحلة يمكن اقدم يعني مش اقدم مرحلة اصغر مننا احنا بخمسة سنوات مثلا ويحاول انه يطور من نفسها يتعلم من اخطائنا فنحس طبعا هيكرهوني الولاد يعني ان البنات فعلا مركزات ويبوا يغيروا يبوا يتعلموا يبطور حسب الارقام اللي نشوفها باش ناكد علي نقطك يعني هي عملية انه من عالوش تقبل المجتمع ولا الفرص ولا حالبة حاجات موجودة في سيستم او منظومة اجتماعية هي اللي ممكن نتقيد بس فعليا الرغبة والدماغ والطاقة موجودة يعني انا المره اللي بيا دماغها حربي انا بطريقة مسالمة لكن هي اللحظة بس لو مثلا بعناه بالنسبة ليه تولينا ناخد معها هلبة ستارتابس اه اغلبيتهم بناترا خلينا نبدو من ستارتابس اللي انا من بيش نقلل من قيمتهم لكن اللي بسيطة مثلا ما شاء الله احنا البناوينت اللي بيا تكونوا ما يعفوا طيبهم ليح فمن ستارتابس متاعها لتطيب الخياطة بعدين خشوا في هلبة ستارتابس نيسا اي علاقة لها علاقة بالتيك اوبغريدنج صوفتوير كودينج والحاجات هذه الكودينج بالذات الكودينج بالذات فا يعني متلا انا واحدة من الحاجات اللي نفرح بيها عندنا ستارتاب بنتي بتفتح كوكينج سكول بعد ما اخذت معانا الكورس لما روحت دارت كوكينج لولاد انا وز لايك او هادي واو يعني حددت شريحة معينة اي اولاد يوبوا يطيبوا فهي حتى طريقة العلان كانت متاعها حلوة لو انت تبي تخدم في قهوة بتدير بيتزا دي القهوة تعال انا نعلمك ومشو كانوا عندها عشرة اولاد يتعلموا تحتها واو يعني شوف الدكاء انا شافت انه في يعني طلب عينة اي مش هقول تعال انا نعلمكم من طيب انه ما بي مش حي جاهم لكن انت تعال انا تبي تخدم في قهوة متعرفش كيف تدير تعال انا نوريك كيف ولا تمشي لجماعة القهوة ستاف متاعكم نقصات حاجة جبوهولي طيب انا نعلمها كيف يديرو واو شن ال background بتاعها هي كان هي دير في كاكات بعدين بشوي بشوي بدول بنات يجيقولها علمينا فبدت هي اتعلم في البنات كيف يديرو كاكات ادخدت عندنا كورس لما رجعت طول دار التاركت للولاد شن الكورس اللي لما تكلم انت طبعا حاجة بسيطة على الفرنش اكسبرتيز انت دورك معهم وفي نفس الوقت نستغلوا القصة هادي شن هي تعلمت من خلال الحاجات اللي توفروا فيها للانتربونورز وستارتابس واجماعة اللي بيخشوا على مشاريعين انا نبدأت مع اكسبرتيز فرانس ازا موظف تواصل وكنت شادة السوشيال ميديا بلاتفورمز متاع اكسبرتيز فرانس في ليبيا وكنت كل ما ندربوا مجموعة اي كريايت ان ندير في فيسبوك جروب ليهم باش نقعد ديما معاهم على تواصل يعني حتى من باب الفضول نبي نعرف مني قاعد يخدم مني يوقف مني اه وبعدان اده اه ترقيت لمدير مشاريع فبدأت نصمم في مشاريع خاصة برواد الاعمال يعني اه نحط فيه في كورسات هو للامانة اه وكورسات شوية بايسيكس يعني كيف انك ضروري من بزنس بلان ماركتينج بلان كلاينتس اه اه كاستومر سيرفس الحاجاتة هي وفي مثلا من كل عشرة عشرين ندربوهم للامانة العزوز ثلاثة يستمروا وفي لي لا مازالي بودعم كتر كويس الحمد لله بالنسبة يعني خاصة اصلا ليبيا كنا البيتعنا هلبة صغيرة يعني اه ففي منهم هلبة يستفقى كل ما تكلمي على هذا تكلمي على ليبيا كل المناطق اي لا لا احنا لما نديروا اه بروبوزول ولا يعني ان نفتحها في ابليكيشن الجميع انحق ليبيا وطبعا ديما في افضلية للناس اللي خرج المدن الكبيرة يعني ديما نحاولوا نبعدوا على المدن الكبيرة ونجيب ناس من مدن صغيرة يعني الي لو نقدم عملة هذه الي قبول طول يعني ما هو سائي ان مرزج يجونا من تلك اسم فيستي صعبت الموضوع ، hitroon مثلا يا ايه وبالذات كان بنت ابنت وجاي من الجنوب او مقيمة في الجنوب وعندها فكرة مشروع صعبتها علي الفكرة صعبتها علي مش هنقدر نخش على الخط بس او سمعتو او نسلين تغشش فيكم في خمسين في المية مضمونة للعنصر النسائي كل حاجة يعني باش نندمج وننعلموهم ان تدروا تشتغلوا مع بعض لو في حد مش هنه عنده برنامج بودكاست لعلاقة بالكوكينج مثلا فاش تقدروا تفيدوه انتو لا ما هو لازم اول حاجة يتبتلي ان هذا الموضوع كيف حيكون مربح ماديا احنا لازم المشروع لما بجي تقدم على واحدة من تدريبات متاعنا لازم تكون مربحة هادي الفيزابيلتي ستادي والله دراسة الجدوى والبزنس بلان خطط العمل وطبعا دي ما عندك بلس لو بتقول ان انا بيخدم معاي ناس انك حتى توفر فرص عمل للناس حتى هادي كويسة كويسة هلبة يعني فلازم يكون موضوع ربحي لو حد بيدير بودكاست على الطبخ وفيه طريقة ان يدخل منها فلوس اكيدا حنشبهولها لا تبيلها بزنس برسن لا هي في مجموعة افكار اكيدا يعني احنا نوعا ما بعض الناس بتمشيش معاهم تقولوا ما فيش ترتيب الموضوع وتنجزوا باش نحسفها بطريقة طبيعية قاعدة تخش في بعض هالأفكار بما ان احنا نتكلموا على البنات ودورهم وتشجيعهم في نقطة مهمة قلتي هالي ما هيش صادمة هالبة نحسفها انا منطقية لان احنا كل شخصياتنا تشوف المواضيع الكبيرة بطريقتها الخاصة خاصة ممتع جدا ان الشخص يكون فاهم هو شن يبي وشن دوره انت بفصيح الكلام قلتلي انا مش ترجمتها مش نسوية في نفس الوقت انا استفدت من الشغل اللي داروه النسويات وحاجة تانية المجتمع يبي لتنين يبي شخص زيك انت ويبي شخص نسوي انت ش انت صنيفك لنفسك وعلاش المجتمع يبي الزوز وعلاش انت مش نسوية ترتيب لي عجبك اولا حركة النسوية نحترم كل النسويات اللي موجودت في ليبيا وبسببهم هما في هلبة حاجات احنات سهلتنا لان هما كانوا صادمين للمجتمع مجتمع الليبي ومجتمع محافظة صادمين بك كيف كمثل يعني مثل ان هما اعتقد النسوية انا بدأت انا بدأت اللحظها لما بدوا يتكلموا على كيف ان الليبية ما تقدرش تمنح الجنسية لصغارها لما تتجوز بغير ليبي فمن هنا بدأت نعرف انه في حاجة نسوية انا لما نقول انا مش نسوية انا قصدي ان اعتقد ان النسوية حركة منظمة علم ومحاربة بنحدد اكتر انت في نفس الوقت لما تقول انا مش نسوية انت مش ناشطة نسوية لما هذا دورهم واضح انا كل القضايا هادي تهمني وصوتي عالي فيها وحندير وحنديري انا انا مناصرة لهم لكن انا مثلا لنا بصراحة منقدرش ان نركب على جهودهم على جهودهم يعني لنا للامانة تحاربه هل با ممكن اكتر شريحة من الناس ما تحبهاش من كل الطرفين نسوين والرجالة النسوياء لو لو انت جيت يوم تدير الانترفيو مع واحدة نسوية بحثة حتقول لك الحرب جيتها من جهتين هي حرب يعني فكرية ما هياش حرب جندرية ان نرى وراجل ما يحبهمش ولا لا 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 هي حرب فكرية هي لنا احنا ديما ضد كل حاجة مخالفة يعني فاني بدأت نفهم ان في حاجة اسمه حركة نسوية من لما بدوا يتكلموا على الاعطاء الجنسية اللي هدا اللي اني الامانة موضوع ما كانش هامني هل بل اني ما نعرفش واحدة جوزة مش ليبي فما كانش حاجة حوالي مش في اطار شبكة الاصدقاء يعني ما كنش نعرف ما كن عمرش فكرت الموضوع فمن هنا بدأت نشوف ان في حركة والله في بنات بصراحة قواة قواة جدا اني مش بقوتهم النسويات عادة شخصيات قوية جدا ومحاربات جدا ومتقفات جدا فهدا بالقص لما اقول انا مش نسوية فالنسويات صادمات لان هما يجبوا في حاجة المجتمع متاعنا مش متعود عليها ويقعدوا يدوبوا بها وبعدين في عندك الناس اللي زيني انا شكلي ليبي طريقتي ليبيا انا البنت الليبيا المعتادة يعني اللي هي نمطية في الصورة المتكونة في المجتمع بالضبط يعني انا مش شخصية صادمة ولا لو ما تقولي هيك بنتكلموا على شكلا ومضمونا شكلا ومضمونا وتفكيرا وأسلوبا وتعليما يعني انا كل حياتي في ليبيا شكلي عادي ما بس يعني بتحيزوا حسب ما نعرف انت ليبيا بلس 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 يعني ما يمكن ما تبانش في الجلسة الاولى او في يعني كصورة في الفيسبوك بس في في حاجات اخرى يعني اه ما نعرفش ممكن هو حتى قلت لك سبب نجاح ان الناس علاش قطنعوا بيا في تريبل ور كان يفاين قلت لك لما يقولوا ان السنقة معناها جديد لانه شكلي الطبيعي الناس اللي متعودة عليه اه 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 فانا نشوف ان الحركات مثلا الحركة النسوية محتاجة ناس زيني باش تدعم قضاياهم من الداخل يعني انا مثلا لما تجي نسوية بالشكل المتعارف عليها اللي هم البناويت اللي مش زي ما احنا متعودين تجي تقول لك الليبيات لازم يعطوا الجنسية لصغارهم لما يجوزوا باجنبي وانتي شندخلك وانتي 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 لكن نحس في انه لما تجي بنت اللي هم متعودين عليها البنت اللي بيها العادية تقول اي والله صح للامانة للامانة في معلومة لما نقولها ناس تتقبلها بينما في بنت تانية لما تقولها ما تتقبلهاش لانه شكلها مش باللي متعودين عليها للأسف احنا جدا نعتمدوا على المظاهر فانا نشوف ان انا باش نوصل رسالة انا مثلا نسرين الرد الاستراتيجية متاعي ان انا نكون شكلي ومضموني وهيئتي وسلوبي زي ما متعودين علي الليبيين والناصر قضايا مش متعودين عليها الليبيين انا نعرف ان انا لما حد نهذر زمعها حيتقبلها مني لانها طلعت مني انا لان اه والله مداما قلتها نسرين بينما مداما لما تقولها فلانا لا لا ما نبيش نفكر حتى في الموضوع لانا اطلع من هديك خصنص فهذا علاش انا نشوف ان كل مجتمع محتاج شخصيتين الشخصية الصادمة اللي هي بتعطيك الموضوع وبعدين الشخصية اللي جاية من المجتمع نفسها اللي بتناصر لك الموضوع متاعك يعني انا باش نناصرك مش ضروري نكون من الحركة لكن انا نقدر نقول والله لا موضوع هذا صح علاش انا من مش فيه يعني كويس ان تصير التحالفات من مجتمعاتنا المختلفة على حاجات كلنا تهمنا بس مش بالضرورة انه لازم بنفس الطريقة بنفس السلوط بنفس الشكل ونكونوا زي بعض ونضموا لنفس الحركة بالضبط انا هذا هو اللي لا هي نقطة الوحيدة اللي يمكن فيها صعوبة الاستهلاك يعني حسب الشخص اللي يسمع يقولك قليلا المجتمع كلها مش زيك في الشكل او زيها هي في الشكل اي 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 صح 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 هو فيه تنوع بس زي ما قلتي انتي اد كنقطة في الموضوع انت في من تخاطبه ومنت بيتستهدف في هدرز معاك زي البنت اللي ركزت شمهورانا فيه طبقة من الولاد مش كلهم يبوا يشتغلوا باش يتعلموا فعرفت كيف تصلهم بمساج معين بشخصية معينة ونفس الفكرة فيك انتي قديل اول من تخاطبه شريحة اللي هي في الشكل المشابهة في نوع ما نمط الحياة مختلف على النسوية في الشكل اللي رسالتها زي ما قلتي انتي يمكن حنتو نحطوها في نسق بوست لو هي دير بوست هجوم ومش عارشيني ودوشة لو انت دير بوست اه والله هي فكرة حلوة والله هي فكرة حلوة بالضبط اه والله هيدي فكرة حلوة ما هو قالها فلان لكن مش حلوة لان قالها فلان الثاني لان هذا شكله انا متعود عليه واسلوبه انا متعود عليه بينما هذا شكله غريب وطريقة كلامه مش انا اللي متعود عليه بس في حاجة شوية في تهدريزة نبي نغيرها انه يعني مش عملية هلبة تقبل الاخر يعني بس نقدروا نسمع من بعضنا اشياء يعني مش ضروري الانفعال ورد الفعل في كل المواضيع ضروري انه نسمعلك للاخير اتفقت معك حلو ما اتفقتش نتفق معك انه رعيك اوكي طالما انتي سمعت لي هنا ووجهة نظري ويعني يعني يمكن النقطة اللي بنوصلها في هلبة ناشة تستفز انه في شخص اخر بشكل اخر بمنظور اخر يفكر بطريقة مختلفة وطالما هو ليبي لازم انا بحكم ان ابدأ رعيه انتبعه او رعيه استفزني لان انا نفكر باختلاف عن اسلوبه هو فضروري ندير رد فعل مش ضروري مرات ندير ميوت لانه ما عجبنيش بس في نفس الوقت مش ضروري ننفعل لانه بحكم هو ليبي او تكلم على موضوع ليه علاقة بالحاجات اللي تهمني ان انا هذا يشكل خطر على اسلوب حياتي لا بالعكس طالما احترم ان انا موجود وهو موجود باي باي لا يؤثر يعني بس يعني انا نحاول البسط في موضوع معقد بس يعني ما نتوقعش من ده هي واحدة من العيوب اللي عندنا حتى انا عندي لعبة هوا وهلبع هو حاجة حاجة بشرية لاننا نحسوا موضوع ليبي مربوط بالهوية بشكل تقيل بس حتى لو تكلمنا على المغرب في موضوع حساسة او على ما نعرفش زئير في موضوع تهمهم فيه النزعة يعني ما هيش وطنية كتير هي هي لا علاقة بالهوية بصفة عامة اه 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 فهدا هدا بتحس اننا فيهه اتاك لا انا من فكرش زاك انت غلط اه 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 وفي حتى عنا مشكلة تانية قلت لك حتى ننعندي منها لكن والله نحاول نسيطر علىها عنا لقدة شعور بالاستحقاق انا من حقي انت تدوي كيف ما ننبي وانا من حقي انت تستعمل اللغة لين نفهمها مش من حقك تتكلم لغة تانية ومش من حقك تجيب موضوع تاني لأن الموضوع هذا أنا مش عاجبني أنا للأمان أقدرت نسيطر على الموضوع بدأت أكتر منفتحة هذا في إطار السوشيال ميديا تحكي إيه أنا الحق أنا لو بندير أي إضافة للناس اللي يسمعوا فيها تواح تكون الإضافة على السوشيال ميديا يعني فعندنا مشكلة الشعور بالاستحقاق أنت من حقي أنا تكون زي ما ننبي وزي من ونجد تحسها لا نعرف للأمانة لا نعرف لكن مثلا هذه الحاجات اللي نقرأ فيها أنا نحب أن لما أنت تحط التريلر جديد فنحب أن نخش نقرأ التعليقات لأن هناك شخصيات متيرة للجدل فأدوك بالدد بيتعرف الناس متعلق عليهم مثلا أنا مثلا عادي حد يقول لا نختلف معهم الرأي والموضوع هذا أنا منشوفش فيه كده وكده وكده مشكلتي مع حدي يقول لك أنت علش مدير معه انترفيو أنا هي المشكلة اللي عندي أنت توجعيني هيك تلعبي على الجروح والكدمات أنت هذا الشخص مش مفروض تدير معه انترفيو لأن هذا ميفكرش زيني وعلش الشخص هذا يتكلم من انجليزي أنا ما نفهمش انجليزي أوكي في حلقات ثانية كانت بالعربي أنا وقلتها لك من قبل أن الميزة أن الضيف يتكلم باللغة لي بيها يخلط ما يخلطش يشد لغة يشورد اتنين لكن هي أنا مشكلتي مثلا حد يقول والله خسارة يا طارق الحق ما فهمتش لنا مثلا أنا اللغة متاعي مش كويسة لو ما عارفش كيف نديره لقطة أن هي تصير ترجمة أو دبلجة هذا نتقبلها لكن ما نتقبلش حد يقول خير يدوي بالانجليزي ولا علش يدوي عربي أنا ما فهمش أنا هو المشكلة هذا لما نقول استحقاق ديما من حقي أنا تدوي كيف ما أنا نفهمه ومن حقي تجيب الضيف اللي ننبي هي هلبة الأمور ملخبطة يعني في تدريزي مع صديق يعني أترنا الحوار بتاع هذه الموضوع التعدد الثقافة وتعدد اللغة هي صديقة مش صديقة أن ركزة هلبة على موضوع تعدد الثقافة لو أنت عايشة في تونس عندك المام هلبة بالتوانسة كيف يأكلوا كيف يشربوا كيف نمط حياتهم عندك الصديقات يعني بلاد الشام زي ما نقوله في عندك المام وعندك توسع وتقدر تشوف ليبيا من منظور آخر الثقافتك يعني مزدوجة زي ما تقولي طبعا بحدود معينة نتكلم بإنجليزي نتكلم بالعربي تعلمت الإنجليزي في سنوات متأخرة يعني من زيرو لعامين يمكن أن نسمع فيه إنجليزي لأنه مولود في أمريكا بس ما تكلمتهاش تعلمتها في العدادي مش هتكرت في جامعة في أمريكا جزء من الهوية بس لأنه جزء من المادة اللي نستهلك فيها سواء كتب أو أفلام زي كنتي زي هنا بالإنجليزي عايش هنا بتتكلمي بها فهذا عالمنا نعيش فيه ما نقدرش نحرم نفسي منا إننا نستفيد منا بطريقة أخرى الحاجة الأخرى إن نبي الناس اللي يتبع في ليبيا سواء في تويتر أو غيرها اللي يعاشوا فيها مع عاشوش يختموا فيها ريبورترز وكده يعرفوا ليبيين مش السياسيين بس إحنا معناش أوجهوا شخصياته والألقاب هذي في ليبيا أكبر من هكي يفهمون إحنا كيف نفكروا يفهموا معاناتنا شنحسين به هده باش في حلقات بالإنجليزي يعني جنبها موضوع الراحة إن الضيف يتكلم بالحاجات بطريقة اللي تعجبه هو فموضوع اللي طلعت مننا يعني نقطة الصديقة هذي ملتي كولتشر ملتي لينجول إن طبعا قابلنا نحن إحنا في لندن وجوزه من حوارنا كان 50% بإنجليزي و50% بالليبي هي ليبيا يعني زي فقلت لها لو أنا وياك في كهوة في طرابلس مثلا هل حنتكلموا بنفس الاسلوب لأنها هذا مجالها فقعدت نفخمها لأنني علاش متريح نخلط وعلاش هي متريح تخلط لأن نحس في الناس إنها متمكنة من لغتين أكثر من يناء ديما كانت عندي عقدة إن الشخص هو يقدر يفصل حسب المستقبل إنها 100% بالعرب لأننا نفهمها بالليبيا قلت لي مش هنختلفوا بطريقة الهدرزة حنتكلموا بنفس الطريقة أسواء كنا في قهوة هنا ولا في لندن أو قهوة في طرابلس قلت لعلاش قلت لي أنا وإنت متعددين التقافة في دماغ يختم بالطريقة هذه في حاجات رمزية في دماغ مربوطة بالإنجليزي وفي حاجات مربوطة بالعربي المواضيع اللي أنا وياك نهدرز فيها يمكن مجملها مربوطة بليبيا حنه نهدرز وفي العربي وبحكم أننا الاثنين مرتاحين حنفهم وبعض مش حيصير ستك لازم نتكلموا بلسلوب هذا وبغير لأننا واحدة من الحاجات الأساسية لنقول فألي كل شخص نهدرز معنا شنيريحك في جمهور يفهم هيكي ويفهم هيكي بس في نفس الوقت نبو الجمهور يرتاح لأننا نحن مرتاحين في الهدرز يعني مش طول الوقت خاموا وها من يسمعوا وشين كده بس على موضوع خلط الأمور واحدة من الحاجات من تويتر يعني حطيت منعرف شفتها ولا مقطع من واحدة المستمعات من هون حتى حكيلي على الناس اللي في هون وأنهم يسمعوا وتعودوا على موضوع البودكاست فحطيت على تويتر الهدرز طبعا استخدمت الاوديو وفيها صور هيكي سي ما تقول شوية راندم بس من مصور لي بيعجبني الستايل بتاعها حيو جدا فاللي بيسمع بالعربي متوفر نفس الرسالة والانجليزي كتابت التكست بتاع التويت ترجمة للي يقال في الصوت ونشرتها يعني وكتبت يعني اللي مايفهمش من الجانب يعني يقدر يركز ويهدر فحد بعتلي رغم أن البايو بتاعها بالانجليزي قال اكتبوا بالليبي خيركم شعب شني ما هاد المشكلة ما يسمعوش ما يفتحوش في اللينك المهم يعني حوصة شوية يعني خلاصت الموضوع زي ما قلت بس أنا الروفيو بتاع هون سمعت ونبي نقول حاجة على هون بس عندي عندي صحابي من هون ديما يقولوا في حاجة أحسن كان يديرو في مهرجانات وأكتر ناس تكون في ليبيا هم ديما الوساطيين سو كول في حاجة في الاممية هكي ما نعرفش لكن جمعت هون فهي البنت لما كانت تحكي كنت نتخيل فيهم هما كيف مقعمزين وجوهم أمليح لا جمعت هون جوهم هالب أمليح وخاصة مهرجاناتهم يعني مهرجاناتهم اعتقد التوب دو في ليبيا يعني شني نديروا ينجح ينجح في مطار ولا حاجة قريبة لا تقريبا توا بيضحكوا علينا من عاش تقريبا مصرات أنا غزم تنسى مطار مصرات وتمشي بالسيارة أقرب حاجة تقريبا كده حيفيدونا بالمعلومة الصحيحة لا بس عندي نفس الاحساس أنا مشيت قريب من المنطقة في رحلة في 2012 في حاجة تحساه هيكي في الطريق يعني يمكن البراء والوساع جوهم مليح لا وفي حب معرفة يعني تحس ولا وحتى عندهم ان المرأة قوية رأى ويعني في هون لما أنا ما زم مشت لهاش نعزمت على المهرجان لكن لأسف ما قدرتش نمشي لا لا المرأة هي حقيمة في هون يعني فقلت لك البنت لما تتكلم انهم تخيل فيهم كيف يمجي عمزين تقريبا هي كان تخدم في راديو ولا حاجة هيكي ولا كان تسمع في البودكاست لكن هون عندهم حتى راديو هون هلبة كويس للراديو متاحهم فالحق تحية الجماعة هون لنا تحية 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 لو يسمعوا فينا توا ما نعرفش هالموضوع يهمك انتي تعقب عليه بصفة بسيطة شبه القصة الأكبر اللي انتي تب تفتحي ببان وتسهل الطريق ناس تشوفي فيها زي كنتي مكن أصغر بس ان الباب هذا متوفر وموجود موضوع الحجاب شن علاقتك بي لو تبي يعني تعطيك نقطة أخرى لعلاقة بسمات شخصيتك وشكلك الأمانة الحجاب الرسمي مش اللي نستعمل فيه توا يعني لكن أنا نعرف أن ريت لما قاعدنا نقوله أن شكلك ليبي ولا مش ليبي هو من الأخير هل البنت لما تبدأ طالعة تتكلم و هي متحجبة رسالتها تستقبل بطريقة أكتر إيجابية من الغير متحجبة لكن هذا مش معناها أنه مية في المية اللي نقوله في رهو صح يعني الناس تستقبل فيه لهو قاعدين فيه عفار ونتعارك وكذا لني قاعدة بنت في الأخير لكن نعرف أنه أسهل لنوصل من الأسف بنت مش متحجبة لكن لا لا تو عموما بنوية الليبيات للأمانة بدو يتقو بدو معاش يركز على المجتمع هلبة عندها هدف واضح متحجبة مش متحجبة عندها هدف لبنات هلبة مركزين في قرائتهم فأغلبيتهم التقافة متاحهم عالية لما يتكلموا في خلفية قوية ما نقدرش ندوي في الموضوع بتفاصيل أكتر لأننا للأمانة ما نشوفش روحي 100% محجبة ما نعرفش الحق هذا ما عنديش على تعقيب كبير الموضوع هذا لكن نعرف أن البنت لما تكون حاطة حاجة على رأسها ديما يعني بخلاص الموضوع تشوفي فيه جزء مننا يمكن منش الصورة الأكبر أنه جزء من الزير الرسمي بتاع الهوية اللي أنت مرتبطة بها حاجة كنت تلصت بالكلام في البداية الأولى موضوع الفيسبوك والبيبان اللي مفتحت والبراند الشخصي اللي أنت كونتي والناس تعرفك بيه فيه إطار البرايبت بزنس اللي في ليبيا فيه شخصية أنت يمكن قبل من نص الشخصية موضوع أنك أنت مفتوح لك باب يعني هلب ناس في البزنس يقول لك نسير الخن ندير بزنس فلوس متوفرات مثلا يعني وانتي في نفس الوقت عندك عرقلة في الموضوع لأنك أنت فعلا مقتنعة أنك أنت مولودة باش تسهلي الشريحة من هذي من الناس الناس الرياض العمال باش تفتحي لهم بيبان هل قاعد تلعب بها الفكرة ولا مسكرة حتى لو تحطوا 20 مليون أنا مش حنكون في الواجهة أنا يعني تخصصاتي تختلف عن المجال هذا هي في حتى موضوع أنه في مسؤولية كبيرة مثلا أنني في هلبة ناس يجي يقول لي نسرين أنني عندي فيك ثقة وشريك نفتح المشروع هو وما تخمم الفلوس المشكلة أني لو نفشل المشكلة ستكون أكبر من أن إنسان عادي يفشل لأن أنت جوك فلوس بالسهل ناس عرضوها عليك أنا هلبة ناس يعرضوا علي في فلوس وهي نفتح مشروع وإنت دماغك نضيف كيف عرفت دماغ نضيف أنا مفتحت إلا مرة مشروع متاع ترجمة أونلاين وفت لأن ترجمة الأمانة تحس فعليا تحرق خلايا المخ ممشتش معاه بكل صعبة شوية تبي تبي استهلاك تبي هلبة تركيز ف لا لا نحس في روحي لو جاي يوم وقررت أني نفتح مشروعي الخاص هنديرها بروحي مش هناخد فلوس من حدا لو من أمي وبوي يعني كان في شلد موضوع يقعد في اللعب لكن موضوعيش هناخد أنا عارفش مازال ما وصلتش لنضج لأنين نخدم فلوس الناس لا 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 مسؤولية أكبر 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 مني أما نساعدك نصائح نربطك بناس لأنني الحق نتورك متاعي كبيرة جدا 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 حكيلي على فترة موزارت أنت حاجة اللي عجبتني فيها نظني هي هذه الوظيفة اللي قلتيلي كانت وظيفتي برينستورمين يعني نتقع عمزي وتطلع عفكار ايه أنا خدمت ايه وش أنت علمتي منها وكيف بدت يعني في موزارت الفين وطلتاشر الفين وخمستاش اللي ما يعرفاش شنو موزارت موزارت شركة كيترينغ شركة تموين معروفة بالحلويات وعندهم حوالي سبعة ولا ثمانية فروع في ليبيا والفروع تقولي هدي عبارة عن محلات والمصنع الرئيسي في ترابلس خدمت معاهم مديرة علاقات عامة فكانت خدمتي تزامنا لي إن صاحبة الشركة تبي تغير الفجن متاع الشركة فوظفتني أنا ووظفت معاي مهندسة تانية وغيرنا الشركة من ناحية السوشيل ميديا ديكورات المحلات الباقوات اللي نستعملوا فيهم وكل شي جاء مع بعضها البراند والكومينيكيشن كاملية البراند متاع شركة موسارت كلها كان قلت لك صاحبة شركة جت فترة قلت خلاص أنا أنا بنغير وانتي التغيير صار بعد ما انتي تعينتي ولا عيناتك عيناتني أنا والبنت باش نديروا التغيير معاها هي يعني احنا كنا ثلاثة ثلاثة أشخاص سبب كيف أن الامج متاع شركة موسارت يتغير أنا حسيت في سنة معينة في كل تركينة طبعا أنا ما مرجعتش في ليبيا الفترة ديكة بس في كل تركينة موسارت موسارت وناس يعني بتهبل على الفكرة يعني لأن بدنا نديروا في موضوع سبونسر هلبة وينك يا حفلات تخرج وينك كده مكارون حلويات مش هبلتي بالافكار شكلك يعني أو بدت لما تكون في مساحة تقول لك هذا المصنع قدامك عيشي نبي موزارت في كل امكان وينك يا جامعات يا جمعيات خيرية غيرنا حتى السوشيال ميديا طريقة التصوير طريقة البوستات المحلات ديكور صار تغيير كبير فلمدة سنة ونص بداع صافي بلا حدود يعني بلا حدود لا مفتوحة وين ومازال ونبقوا أكتر ونبقوا أفكار أقوى وكده 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 لأنوصل الموزارت للشكل الحالي اللي يشوفوا فيه الناس توا وبعدين أنا خلاص حسات أن دوري مع الشركة هادي تم مع أن هي إلى الآن أنا نعتبر فيها واحدة من أكبر قصص نجاح سيدة ليبيا من هي؟ صاحبة شركة إيناس البحري زوجة وأم لأطفال قاعدين صغيرين وصاحبة أكبر شركة تموين في ليبيا بـ 7-8 فروع داخله خارج طرابلس واو مافيش هلبة بروفايلات تستطيع تقولي تنطبق عليها كل الحجات ولنا بحكم صغر سنها فمع السوشيال ميديا مع الحملات متفتحة في البزنس ومتفتح الأفكار الجديدة سحب تخفيضات يوم السبت نديره معين للكهاوي جوائز قلت لك طول الوقت وهي مداما فيكم عاقل تفكروا قلت لك لعند سنة ونص لنا حسيت ان انا ومش متعتوب ندير جواء والله وقفت الشركة على رجلها لان الشركة خلاص الامج متاحها تغيرت كيف ما صاحبة شركة تبي الفروع تنظمت الباقوات الديزاينات قدرنا يعني سيتاب للا الاحتفالات يعني مثلا عيد الحب راس السنة عيد الكبيرة عيد الصغيرة كده يعني كامبين مفصل مفصل خلاص فيه بروسس توا بدون موطفين يعرفوا ان راس السنة جاي معناها فيك كاد كده مع حاجات هدايا كده تا 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 خلاص انا تحس بعدنا هني دورك انتهي بس انتي في نفس الفكرة هذي حاجات من الزيرو بدت ما فيش ان ارى فيه استراتيجي شركة معينة جابتها او محل في بلاد اخرى خنطبقوا ونلصقوا وخلاص حسب المعرفة المحلية حسب افكاركم اللي طلعتوا بها وشفتوا السوق ورتبتوا ودرتوا كالندر مفصل بالضبط كانت معانا مهنسة في المهنسة كانت ترسم حاجات في الكمبيوتر الالوان كده صممناهم على ارض الواقع الناس استقبلوا الالوان الجديدة والديكورات الجديدة بسعادة يعني فهذا علش نجح الموضوع فنفرحانة ان الكمبين هادي كان وراها ثلاثة نساء قضية شغل يعني اه نرجع لي كوميونتيز بس اللي هي المجتمعات الرقمية ايه واللي اللي انت توا اه ديري فيها والاشياء الجديدة يعني اللي طلعت عن الفيسبوك عندك حاجات حتى اخرى في الانستغرام بس قبل ما نوصلوا بصفة عامة حنتكلمنا فيسبوك حسب الاستخدام والاستفادتك منه وانت شم هدفك يعني بس بصفة عامة كمناخ كاااااا واستهلاك انت كشخص مراقب لي ا lasting feedback الفيسبوك هل عندك انطباع معين فترة فترة ممكن ندرزنا انه هو بولى موضوع كل اخبار يعني الناس يحسوا ان فيسبوك في دماغهم هدا وين نعرفش نصير في البلاد في الخبر في الحاجات هادي ايش يقولك لما حد يضرب قضيفة يفتح فيسبوك يشوفها منطحت هذا الفيسبوك هيكي تسمع صوت ضربة تفتح الفيسبوك الضربة هادي وين والله يضربه مطنع تتبغ درك كده حتى لو انت درت لكل الصفحات الاخبارية مفيش كيف تهرب لان اصحابك وعائلتك موجودين غاديك فهو كل بوستات محيو ضربه جنبي حر واشن نفتحه الباب تقلع الضربة هادي وين تلقى وروحك معرض انك انت تسمع الحاجات تهية لكن للأمانة هو بيئة حتى هي ساعدت يعني نضجت فيها الكراهية للأسف يعني في مجال انك انت بيئسم وهمي وصورة وهمية تقول الكلام اللي انت تبيه من غير ما تفكر الشخص اللي قدامك كيف هيستقبله لان مهما تكون انت مستوعب ورزين وفاهم وكذا مرات يجي تعليق راهو يخليك في الليل ما ترقيتش تعليق سيء لدرجة انك في الليل تقعد تقول كيف من حد لا تعرفه ولا حتعرفه بيخليك تفكر في موضيع هيكون يعني انك حرفين ما تعرفش الي كتب هارك عمر اتناشه السنه ولا تناور بعين سنه ما تعرفش حد يعرفك ولا ما يعرفكش. مش هتعرف. فا. الواحد دي ما يكون حريص لما بيكتب التعليق يفكر في الشخص المستقبل كيف بيستقبلها. شن عندها من مشاكل. شن بتزيد أهم على ما بيه. وانت فترة في فترات يعني وكناك استفزل لان كما تقرأ يعني في حاجات يتحرك في دمائك يعني في مواقف عاطف Å πουقفتي ход騙ت تراجع يمكن حتى تكتبها في تركينا اخرى ودي معاش تتين يت turkey أنا لما إنما حدي يكتب لي تعليق مستفز را هو نكتب. نكتب ثلاثة. معاش بالنسبة لي. كيف فصل طي الله للكنترول هذا لنرى وما فيش فايلة. لأنه لما حدي يتنمر عليك وترد عليه أنت غار قاعد تزيد في تزيد في النار. لأنه هو أنت ما تعرفاش مين اللي أنت قاعد تتعرك مع بينما هو يعرفك. فهو اللي مسيطر. فإن لما فيلك. خاصة الأكونتانت هذه العشوية بالصور العشويية. لما حد يكتبتلك تعليق مش كويس لما ما تردش انت اصلا زيد تستفزة اكتر لنا هو هو علش كريب لك في تعليق باش باش يبدأ معك عركة اه 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 ما تردش لما ما تردش هو معاش عنده شم بيكتب يعني هو معاش بطل لكن لما ترد بيزيد يستفزك بتزيد ترد العركة الى ما لا نهاية هاد علش قلتلك لما نلقى مية تعليق على وان بوست في تيبلر كاني فايند صار وجيش اه اه فانا بالنسبة كيف نتعامل مع التنمر على السوشيل ميديا بعد اه من الالفين واثناش الفين وتلتاش يعني هنا يعني اه نقعمز على الفيسبوك لساعات طويلة جدا اه من الالفين وسبعتاش وصلت لها نتيجة انك معاش تردد راهو يعني كانت تشوف المساجات اللي توصل فيا من الناس نديرلهم في بلوك بالهاب الان والكلام كبير كله على خاطر انتي تببي الكميونيتي هدي تتحرك بطريقة معينة معينة بالظبط يعني وشم فيها كانت تساوكنا وشم فيها كان فيها هل لا هل تحسي طبع حسب معلومات اللي عندك وانتي في المجال هذا وعندك ادمنز تحتك وحتى جزء من الانتربرنورز اللي تشجعي فيهم عندهم بريزنس اونلاين عندهم اماكن لصفحات البزنس بتاعهم هل التنمر اكثر وحال الاستفزاز اكثر للبنات وإلا هادي حاجة هيكي حسب الشخصية حسب المعلومة ولا هل يستهصلوا يستسهلوا في التسهويك على خاطر الشخصية اللي اللي كاتبة او العاد من بنت وإلا ما والله في كان في حاجة ضحك ديما يوصل فينا مش اتهام ايه اتهام ان والله سبحان الله اسئلة البنات يتجاوب عليها اكثر من الولاد مشكلة منكم انتم كانت تلقوا في بنت سألوا سؤال تجاوبوا فيها لبنات عادي عندها الاجابة انت بنت ولا ولد هي ما تفرقش هي بتجاوب لانها تعرف الحاجة اللي انت تسأل عليها اما ان فكرة البنات يحصلوا في اجابات اكثر من الولاد الامانة لكن في جروبي يعني ان البنت تحصل في معلومتها بسرعة حاجة اللي علاقة بتفكير ما انا عرفش انا مش فاهمة لكن ديما يقول لي اه اموها والله البنات يحصلوا في كومنتاتها كتر عموما اه انا بسني بنقول للبنات ما تخلوه مع يعني معاش تكونوا انتو الضحية ديما انتو تكونوا مسيطرات اللي بيتسهوك عليك انا طبعا اه دكتورية زي ما لاحظت في طريقة اه ادارتي لحاجاتي على سوشيل ميديا انا ديما ننصح لما يجيك تعليق سيء ضروري تمسح لانه التعليق يسيء يجي يجي يولد اكتر تعليقات سيئة يشجع النوع هذا من الحوار هو كل كل المطلوب انه واحد بسقى للأدب يفتح الباب يعني حتى اللي هو عادي مجرد ما يلقى حد بادي قبله اه اما لما تمسح فانت لما تجي تقرى تعليق ولا انت تدى خاطرك تتسهوك لكن لما تلقى ناس تعالقى بجديات انت تحشم تسرحك اه بايخ ايه فديما نقول لهم انا الابنات لما لما يكون في تدريب ولي علاقة بالكوميونيكيشن اي حد يتسهوك عليك امسي حلات تعليقة انت بتبيعه برودوكت والله يتب لما يقولك متلا والله شرت منك شوكولاتة وشوكولاتة متاعك مش حلوة مرة كده هادا بتخليه لانها اعطيه رأيه وانت مفروض تعدلي ايوه اما لما يستعمل اسلوب مش كويس مسحي مسحي بس ما تنصحينيش انه لان موضوعك انت موضوع اسمع لو فيه لو فيه كلام قليل ادب لا لا امسا هادا معاش تقبل رأي هادا موضوع تاني اه لو التعليق كان مؤدب لكن مستفز بالنسبة لك انت مضطرة تخليه لانها مثلا لو حد في الحلقة هادي والله ينسرين ما نحبهاش على خاطر قالت رأيها في الشوكولاتة ولا يعني يمسح الحلقة كلها على خاطر رأيك في خمسة تواني مثلا اه بتخليه مم ما سبني اش ولا سبك اهه ها لما اه ها اه ها ازبط هادا 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 الحدود الجديدة ازبطه اه لكن لما يكون فيه كلام خادش للحياه خليني ننسوي وغا بترقيله لما يكون فيه كلام خادش للحياه المفروض ينتسح لانه هادا مش حرية التعبير. عادي حرية التعبير والله هنالنسرين هادي ما نحبهاش لنا عندها طريقتها كيف اه تدير في الجروب امتحها تقول تدير في بلدية. تخليها عادي. ايه هو ايه? ايه هو موضوع انت حسب انت. طبعا انا كيدي يعني بس في حاجات باي ديزاين انك انت باش انت تنجح في نظرك انت حسب الهدف. حتى تلازم القوانين هادي ناس تبعها. تطبق? هدا علاش انا ديما نقول هدا علاش الجروب عمره خمسة ستة سنين. ماشي بنفس الردم. لانه في قوانين. فانم اصلا اصلا عموما انم من الناس اللي حبوا يعوشوا في مكان في قوانين تطبق. بالنسبة لي شخص بيبدا كميونيتي جديدة. مهما كان الموضوع. شن اهم نقطتين او ثلاثة. خاطي القوانين اللي هي واضحة ولازم ناس تفهمها ولازم ناس تطبقها. باش انت تشوف ان المجتمع الالكتروني اللي بيخلقاه يكون ناجح. اول حاجة لما بتدير مش لما بتدير فيسبوك جروب ضروري تستعمل. انت. يعني هو ما تديرش فيسبوك جروب تقول حيخيرا مخدمش. هو ضروري انت تبدأ تستعمل فيه باش الناس تبدأ يعني ضروري انت تسد تون اف دا بلاتفورم اللي انت اخلاقتها. توريهم الامتي لكي. توريهم الامتي لكيف تكون. هادي حاجة. الحاجة التانية زي ما قلنا انك تكون انسان حقيقي. بجديات تفرق هلبة لما تستعمل اسمك وصورتك الشخصية. الناس يحسوا ان هما كنكت مع شخص حقيقي. والحاجة الثالثة ضروري تفعل اللي بري ابروف البوست. ما تخلي. هادي لما انت تجي تكتب سوال ما ينزلش طول. يجيني نقبل نقرأ وبعدها نوافق عليه. هادي استعملناها الالية لمدة خمسة سنين. سنة هادي نحناها. دايرة هي اترقابة يعني. لا لا طوى نحناها ما وانا فخورة ان تم تطقيف الميت الف بطريقة يعرفوا شني الاسئلة الصح والاسئلة اللي ما تنحطش. والناس بديت تعرف اما هي الاسئلة اللي تبلغ عليها وما هي تخليلها. فتو احنا مجرد وصلنا بلغات بس لكن لمدة اربعة ولا خمسة سنين نقرأ في كل سؤال ينزل للجروب. باش نتأكدوا ان تنظيف مية في المية. حلو. خدمة خدمة. مش خدمة خدمة استهلاك وقت وحاجات رهيبة. ام لو شخص يبي مثلا الجروب هادي مديرها كمصدر دخل بزنس. شني حسب نظرك انت الطرق مش عملية السهلة لان كلها تاخد وقت لازم يعني تبنيها وتبني التقافة ويكون في عامل ثقة وجمهور واتنشن وغيرها. بس شني هي اساليب اللي هي من عرش مونتايزنج تمويلها ان تكون فيها نوع من مصدر الدخل. مصدر المستهلكة اسبوعين شخص مرته. هو شوف الفيسبوك جروب صعب اصعب من فيسبوك بيج انك انت تدير بيه ما تخل لانه محدود اكتر. لكن هي الاعلانات انت لما تكون داير جروب ماشي اموره تمام الشركات منها لها بجي دولك اني نبي نعلن في جروبك. طريقة الوحيدة اللي نشوف ثم او فيه طريقة تانية الفكرة موجودة لك من عرش كيف حيكون تطبيقها انك انت تفتح الجروب متاعك لي ماركت ريسيرش. ان ان تبثل ان حد يجي في ماركت ريسيرش يجو للجروب متاعك وزي ما قلت لك الترندز يراقب الترندز. ماركت ريسيرش يراقب الترندز. زي ما قلت لك ان يا اما دعايات من شركات عادي شركة تجي تحط دعاية وتاخد عليها فلوس وانت تسعر كيفما تببي. وإلا هدي موضوع اكتر تعقيده اني الامانة هي قلت لك فكرة مان عرش كيف تتنفذ. انك تشوف الناس اللي يدير في ماركت ريسيرش يكونوا معاك ادمن في الجروب ويبدوا يراقبوا. ويخلصوك عالالالي طلعوا فيها من المجموعة متاعك يعني. يعني اللي هي ديتا او معلومات اه متوفرة في الصفحة حسب حسب الطلب والعرض يعني. اللي هي حاجات ديتا معلومات تجارية. ايه. ما هيش معلومات شخصية للناس اللي تتحرك. خاصة انت هو الفيسبوك جروب توا فيه فيه لقطة انك انت تخش على الجروب بعدين تدير سارش على كلمة. يعني انت خش على الجروب ودير سارش على بلق. يطلع كل شي. هاي. هادي على فكرة جميع ما تقول هالي ما ما كنتش نعرف انه متوفرة. اه تقدر تدير سارش على اي كلمة فروسية. يعني مش ضروري بالتسلسل تابع كل شي باش تزبط الموضوع اللي تببيه وفي نفس الوقت مش ضروري انك تسل السؤال ان مرات في حد مجاوب عليه. ايه طبعا يا عادي هادي حتى هادي واحدة من الحاجات اللي نحاولو انتقفو المشاركين في الجروب انها دي ما نقولهم اه قبل ما تسأل جرب دير سارش انا في تهتمال الكبير الحاجة متاعك مجاوبين علىها. توفر وقت ومجهودين. ايه اذا كان المحل اللي فيه تسكر يعني مرة تحديد. مثلا لو ان الاجابة مكانت من الفين وخمستاش بعدين ايه الفين وتسعتاش اكيد ضروري. تعاود تسأل السؤال مرة تانية. طبعا نتكلم عن المستقبل. خمسة سنين قدام او عشرة سنين قدام. توا انت عندك نضج معين وتركيز معين. تشوفي في روحك شن تديري ووين ماشي. من على الصعيد الشخصي ومن ناحية البزنس. اه. وشن حكت حتكوني تديري وفي المثلا ما نعرفش نشطحه القدام ولا خمسة سنين الفين وثلاثين. والله احنا اللي بيين مش متعودين انا انا شخصيا وعيلتي والمحتين بيه مش متعودين على فكرة نخططه للقدام هالبعض. دي ما احنا ان شاء الله نعرف انا غضوش ما بيصير فيه. ولكن من ناحية الشخصية انا قاعدة نحاول اه نكون اقل اه يعني نحكم عن ناس اقل للامانة انا لكن ما نوريش يعني مثلا نديم الحاجات اللي اللي تخدمت عليها اني حكمي مش حينفى حد يعني نخليه ليه وخلاص. ونكون نتقبل في اختلافات الناس اكتر انا للان الحمدلله ماشية تمام عندي اصدقاء من جميع. بس ليش بيحكم اني هي حاجة فيك وفي نفس الوقت مش مش هامك انك تشاركي بها علش تشوفي فايا مشكلة ولازم تغيرها. لان توجعك لما حد يحكم عليك مغير ما يعرفك. يعني لما تصير لك انت اتوجع كلبة فتقول انا علش ندير فيها للناس معنا حتى انا زي ما انا هاد الشخص مش من حقها يحكم عليه حتى انا مش من حقي ينحكم عليه حد اصلا انا مش امنة دارية انا موصلت لهاش مرحة لاني ما نحكمش. انا مش مقتنع انها تتنحى نحس فيها حاجة فينا. هي تختفض بها خلاص. لا بس في نفس الوقت زي موضوع الرياضة زي موضوع تحسين في مجال معين دمرين يومي. اه. تتذكري نفسك يوميا. زي ما تقل هي جزء من التركيب. انا حسب حسب ما نشوفي هنا مرة تاني غلطان انما لا يمكن في مرحل من المراحل مهما حاولتي. حط قطعها. اي طبعا طبعا. يعني نظن اني جزء من التركيب للانسان اول ما تشوفي حد برة في ديتا في دماغك حيصل له بروسس اه هاد طويل اه هاد كسير. اه. هدا لا بسكة. هدا مش كده. هدا زي انا هدا مش زي انا. الموضوع اه. اسلوبة زيني مش زيني ما. اه. اطماعتك نحس فيه. بس. الفكرة كيف تتصرف فيه. كيف كيف تعاملكم معاه انه اه. لازم. زي ما تقول دي الكنترول تشبدي الموضوع بس يوميا. يوميا. انا بدأت حاجات تركزة فيها على من لما جات لي تونس لان تونس مجتمع مختلف كليا على ليبيا. صارت لي شوك 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 صدمة صدمة صدمة. بعدين الاعتوى خلاص. اه. الحلو فيها ما فيك اكتشف تلدى انك لما انت تبدأ معاش تطلع في حكمك للناس. انها تلقى عندك صحاب من مختلف يعني يبدو صحابك. اه. الناس اللي هما مش زيك بكل نهائيا ولا عمرك حتكون زيهم ولا عمرهم حتكونوا زي. وهادي زادتك بفايدة معينة. حلو الاختلاف انك لما تقعمز معهم وتبدو تهدرزوا في موضوعهم مش حتتعاركوا في الاخير. حلو. اه. فيها جو. فعلى صعيد الشخص هنا قاعدة نحاول ان هنا نكون اكتر انسانة متفتحة على الاختلاف واقل حكما على الناس في الظاهر. ما غير ما نقاطعك بس في مواضيع لو فتحتها حتنا حتتعاركوا يعني. فجزء منها انك انت تعرف دقيسي ان اراهو المواضيع هادي مش حتجمعنا. اي اي اي. وما فيش داعي انه زفاها. بالضبط بالضبط. متعم اه كان ندوي للصبح كان انت تدري للصبح مش هنتفق الموضوع خل ندوي على الافلام خير هذا. يا ريتا كانوا مش هنا هالحلقة هيكة. ليستة افلام. بالك نديروا بودكاست انا وياك بانها عندك انترست انت. انا عندي انترست انت. انا فيه ثلاثة مواضيع كان ندوي فيم عش نسكت. شن? الاكل والصفر ولا افلام والمسلسلات. بنربط موضعين مع بعض. هدي اول مرة انا نقترح تد اكس نبي او تد توك. اللي هو انتي تتكلمي في حوار في مسرح وفي جمهور كتامك يسمع. او مرة انا نقترح على شخص ضيف يتكلم في موضوع معين. في العادة نسأل انتي شن الحاجة الملمة بها وتحب بها. ملياش علاقة في اي حاجة هدرزنا فيها بتخصصك اللي انتي تكلمي عليها. بس لو تسمحي لي انا نقترح الموضوع. الموضوع اللي هو اه اكسبرينس versus ماتيريال اللي هو تجربة ضد او مقارنة بحاجة مادية. من ناحية انه اه نعرفك انت شغوفة جدا انك تصر في فلوسك او تقضي وقتك في حاجة تستمتعي بها في سفر. تجربة. او في حاجة تفيدك في التعليم او اكل معين اللي هي جزء من. تقافة. ايه تقافة مقارنة بحد يستهلك فلوسها في كنادر شناطي حوائج وغيرها. اه لو اوكي وعاش بك الموضوع تتكلمي فيه كمحاضرة لطيفة علاش علاش انتي عندك شغف بالاستثمار في الحاجات هذي مقارنة بالحاجات التانية. انا نقول لك كيف بدت بدت انه لما مالية لما يهرب الضي يعرفتها لقطة لما يهرب الضي ويهرب بالانترنت وتبدي انت مالك تهدرزه. اه يبدو مالية يبدو يهدر ذولي على زمان الصفر وكيف هون مشوه ولما تفكر لما صارت هذيك اللقطة يقعد وماما وبابا يهدرز تفكر لما انخمبت منه هذيك الحاجة كيف قعدنا نضح. فلقيت انه اللي ماما اللي شرعتها من الصفرة هذيكه مش موجود. لكن الضحكة اللي صارت لها مفاضيكة صفرة قعدة لتو ووقت هروب الضي هذرزو بها. فاني صارتلي لقطة نسرين حتى انتي مفروض لما تكبري ويكون عندك صغار واحفاجي تقولهم تعانها درزلكم لما مشيت ولما يعني ما وضيع تفتحها مع الصغار. فقررت انه قلت والله الميموريز الدكريات قاعدة على الحاجات اللي شروها وقت الصفرة. حرفيا ولا حاجة فضلت من اللي شروها من خمستاش وعشرين سنة فعتو. بينما دكرياتها كلها حفظينا فانيق هذا القراري اني انا نبي نصافر ونجرب ونديمع والاغلب ان هي لانك لما تصافر بروحك تصافر بروحك حتلقى روحك مضطر تكلم ناس ما تعرفهمش مضطر تفتح مواضيع مع ناس ما تعرفهمش. تجربة اكتر من رائعة. فاول حاجة بدت صفرت بروحي اوكي مشيت حاجة طيارة هوتيل ورجعت ثلاثة ايام. بعدين تعرفت عليه. فانت بديت تسكن في حياش ناس. فانت تسكن في امكان اريدي فيه ذكريات وفيه اتاتة و. يعني خلاصة بدل متاختي غرفة في هوتيل. في هوتيل تسكن في حوش ناس. في حوش ناس. مرات مرات الناس ساكنين فيه ودور مختلف مرات مش موجودين. مرات مش شوية تعرفت عليه الاير بي ام بي. فتحوا موضوع الاير بي ام بي اكسبرينس. اللي هو اه تتلقى مع حد من البلاد اللي انت مسافرها يا اما تديروا فوتو سيشن. يا اما فصل كوكين كلاس يعني متع طبخ. اه يا ترسم يا تدير سيراميك يا هلبة حاجات. فتتحرف. يعني انا مثلا اول اير بي ام بي اللي نزرتها في البرتغال. اه فوتو سيشن. ومن حد يجو معاي زوزي بناوية امريكيات ولا وصحباتي. اه. ولا بعد ميت سنة نبنات هدو معم ما عندي كيف نتلقى بيهم. يا يا مش نفس التفكير مش نفس الشغل ولا الانترست. وتلقانا في اوروبا يعني حتى الشرق الاوسط هذا مش موضوحهم. بس الانترست اللي هو الشغف تصوير اللي هو. صورنا ضفنا بعض ع سوشيل ميديا. فذبتت قاعدة. اصدقائي مش صحابهم اصدقاء معارف تتوسع. فبديت نعرف ان انا في البرتغال عندي شكون. وفي فرنسا عندي مني. فكده. وفي ميزة تانية. حتى حتى يعني طريقة سافرك مش ماشية. بالطريقة الكلاسيكية كسائحة. بتيت شدي توبيل. لا 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 اصدقائي مش صحيحة. ايه وفي نفس الوقت تسافروا عندك معلومات اللي هي الناس اللوكل اللي المحلين عندهم احسن مطعم. ايه ايه. بتوقيت المناسب. وليذان. بصر ايه مثلا لما نسافر لبلاد جديدة اول يوم ندير في اير بيين بيكسبرينس. علاش. بش لما بغض النظر سوى فوتو سشن ولا كوكين كلاس. لما نتلاقى معاه مفته دريس خلال الكلاس هدكا يقول لك بري للمطعمة وهو هداكا تورستراب لدي بالك تمشي. فانت من اول يوم تعرف البلاد وبعدان على اساسها تمشي. هندك خطة واضحة. خطة واضحة. توقيت معين. ايه. اه ساعة كده ما تمشيش غاديك. لكن مع المغرب بري لجاه هديك فيها. تمشي الامكانات مش تورستراب لان اللي قال لك عليها واحد لوكل. ولما ترجع الامكانك وصحابك واهلك عندك عرم قصص وذكريات. لكن هات تجيب مش كلها تبي تسمع طبع انت امارات انت اللي عندك تبي بتقولها اكتر من الناس يبوي يسمعولها. بس في حاجة حلوة لحظتها. احنا الليبيين انا اصلا مثلا الـ اير بي ام بي قالوا لي علىه صحابي ليبيين لكن ديما ديما لان ليبيا والشعب الليبي ديما يعني ديما. احنا مش ممثلين وموجودين في العالم كله. انا ديما ديما در فرست لبيين. اه من الليبيا. ديما معني فرست لبيين. ضغط يعني انت سفيرة جوا معنا توا نعم مفيش الى الان اير بي ام بي اكسبرينس ولا اير بي ام بي بوكين قدرتها ما كنتش دا فرست لبين مش لانا اللبين ما يصافرش اللبين يصافروا هلبا لكن احنا مهما نصافروا احنا قاعدين شوية احنا مش زي الصين وماناش زي مصر وماناش زي الهند لا وبعدين نصافروا في لبس الوقت بالنوع ما بالطريقة الكلاسيكية خطيل وحط سباحة بيزبط الحاجات هادي وحطيل حط سباحة والمال وين والكاوه والسينما وين وكوستا وين وكينا ما سافرناش نديروا في الاكتيفتيز بس في احداثيات اخرى في الجوجل بس نفس القصة مفيش توسع بس الغريبة فيه لو تخش يصيرش على اير بي ام بي فيه اماكن في طرابلس مثلا ولي بي لستة على اير بي بي اه ريلي ما جربتش تنشوف بس يعني ما نعرفش بتوسع الامكان بس موجود بحطين في بالهم ما نعرفش الناس اللي بتسافر كجوينل الصغيرة موجود بس بحق ليبيا ما ندرتش علىها سيرش لكن انا كل ما نسافر لبلاد خاصة بلاد جديدة اول حاجة نديرها شوفي بالك تديري سيرش على هون كانك بتمشي للفاستفل ولا حاجة تلقي حقا اصحابي غادي بعدان نحسوهم يزعلهم وانت عندك شكور تشجعوهم يفتحوا سياحة بالك يديروا هون اكسبرينس هون اكسبرينس تري دايس كامبينغت هون والله في حد يكلمك وديري بزنس وسوقيهم في الصفحة يعني دان 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 يعني مربوطة بس مش باش نلخص مش باش نلخص باش باش نعرف هل عندك ليستة أماكن ليستة مطاعم ان واتس نكست شني الرحلة الجاية انتي تو في لندن وعندك حاجة تدرتها ومراجعة كده شني اللي في الخطة بنسبة لفين وعشرين اكسبرينس قرر اننا مفروضة ننقص مصفر لان السنة اللي فاتت خربت الدنيا لكن في اننا ممكن احتمال كبير السنة هادي نمشي لكوستاريكا بسبب ان اكبر مؤتمر للسوشيال ميديا بيصير في كوستاريكا رايتس كون في شهر ستة 2020 رايتس كون رايتس كون هذا اكبر مؤتمر للسوشيال ميديا وحقوق الانسان في عالم الدجيتل السنة اللي فاتت كان في تونس امتى العمادة شهر ستة المشكلة في كوستاريكا الى الان ما عرفتش احنا اللي بين كيف التأشيرة متاعنا يعني نسألت في تريبلوركني فاينده وللأسف ما كانتش في اجابة نضاي عندي صديق اسامة جوية اونلاين فيسبوك اكوادور بقى لك مو لم لان احتمال دار السيرش بتاع مش عارفة لكن اسامة لو تسمع قولنا لو عندك معلومة وهدريز معاني سريل بس مع هاتاني ما عنديش هلم او في كذا ليبيا ماشي للرايتسكون يعني اه انتهيالي غريبة ساوت اميركا علاقتها مع ليبيا اوكي اقل من الناس اللي اقرب مننا وعارفيننا يعني يمكن في فترة طويلة اه كوبا كانت من غير فيزا في ناس في البرازيل يمشوا بسهولة برازيل سهلة يمكن ما توقعش معقدة زي الاوروبا المشكلة لما درت سيرش القنصليات متاع كوستاريكا مش منتشرة في العالم يعني في الوطن العربي في الامارات جيتني فكرة لكني لكني لازم بطلع على اسم حلو توا حس في ضغطك يعني اسم حلو اسم مو مل جدا غرع لقنافي ليبيا موضوع فيزا تأشيرات تأشيرات أبديت أسهل طريقة أسهل ورق واحد بشي توا هو شوف انا درت حاجة لكن مش فيزا انا درت انستجرام بيج على المكانات متلا وين تاكل في مكانات مليحة وميكونوش تورستراب اسمه هدف حول العالم اوما صفر عندي ستوري لاين لكل بلاد صفرت لها متلا انت ماشي لبنان تخش لي تدور ستوري لبنان تمثل المطاعم الامرييت ما دستء واللي مشات لها وتقدر تچجرّبها متلنا للناس المحليين هما اللي قالوا لي عليها وعلم لي أعرفت عليها حاجات فااااااااااااااااااااام ن 주는 موضوع تأشيرات والله ما فكرتش فيه آ ثاتك كشورة ببلاش نسلي شكرا ما نعلمش بتعطيني انت بالبلاش ما نعلمش مربحة ولا ما ديها من imag Gerade الحق تو لا تو ده هانجري انت ندير فيه فيه هلبة حاجات في السوشيال ميديا ندير فيها على خاطري. اه. ده هانجري انت انام دايرات على خاطري. اكتر منا نايم دايراتها باش نربح منا. اه لان في مموريز انا وان كنت وان مشيت وصور لكل الامكانات. فانا من الناس اللي يصرفوا هلبة في فلوس عالدكريات وعالقصص اللي اه ممكن تصير لي خلال سفري. وتوطقفها دايركتلي في السوشيال ميديا ما عندكش دايري ولا كده. لا 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 على سوشيال ميديا وتو قعد لي. عندي سؤال صغيرون. علاش انتي اه مش تسمي. علاش انتي وفقتي انك نديري مقابلة. وطبعا انتي في هوليدي تو وعندك حلبة حاجات تديرها. نقسكي سيني وثلاث ساعات الدوشة اللي درتها لك ما اعتقدش يعني اولوية كبيرة بس نبي نفهم علاش اه وفقتي انك تيري حلقة. هو والله ممكن نعاود ونشكر نصر الهادي لان لان حلقتها من كتر ما كانت ممتازة اه درت معيار ان اوكي انها هدي حاجة انت تبي تكون جزء منها. سجلي تاريخ زي ما نقول. اه فناني بنكون من المجموعة اللي انت حاورتها بسلبياتهم ومميزاتهم واختلافاتهم والجدل اللي داير اه حواليهم. اه 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 هذا علاش يعني كنت متحمسة هلبة اللي قاه هو. وفي نفس الوقت اه اه نبي ان اه نوصل في هلبة بنات اه الليبيات يكونوا صغار في العمر وفي هما مرحلة اه يعني في مرحلة مش واضحة بالنسبة ليهم شم بيقروا ولا شم بيديروا ولا. فيها تردد ولخبطة شوية. فيها تردد ولخبطة بس انا كل نبي عن طريق لنا نبدأ تنعرف من البودكاست متاعك يعني من اللي نسمع فيهم في طبقة من اللي بنات كبيرة يسمعوا فيك. فبش بنقوله منكم انتي مهما وين تكوني من اي مدينة لو تحطي في راسك حاجة حتوصلي لها. ما تقوليش انا في ليبيا ومحبوسة ومش حنوصل ابدا. ليبيا ديما ما فيهاش تمثيل كفاية في العالم كله. فمفروض احنا عنا مساحة في هلبة امكانات نشتغلوا ونمثلوا الدولة اللي مديرها هلبة دوشة لكن الناسها مش موجودين. يعني ممكن البلاد اكتر الدولة نحسها سياسية ككلمة. البلاد دوشتها هلبة لكن وين ناسها مش موجودين. وهذه فرصة لان ناس تاخد الاماكن هذي في مجالة مختلفة. وفي نفس الوقت البودكاست متاعك يحكي في قصص ناس من خلفيات مختلفة فإلا ما اي حد يسمع حيدير كوننكت على الاقل مع حلقة واحدة. اقل شي. يحس في واحد من العشرة احداش. انا شفت احداش الحلقة. في واحد منهم. اللي بتنزل لسبوع الجاي طبعا حسب. ديما لما نقول توقيت يتلخط في النشر يختلف. اه. اه. فها 12 نزلوا لسبوع الجاي 13. اوكي. فديما اي حد بيسمع اقل حاجة بيدير كوننكت مع شخص واحد. حي هذا زيني. حي حتى هو مالي كده حي حتى هو عاش في كده داره صار لكده خدم كده. لالهام ما يمكن الهامه يعني خاصة خاصة لبنات اللي في سن المراهقة واللي مراهقتهم للأسف جت في فترة اه مش مستقرة يعني. منقول لهم زي اعلان نايك يو كان دو اه يعني اي حد يو كان دو اه مهم مهم تركز ما تخليش الناس تشتتلك انتي باعك تركز بس فش انتبه حتوصل لعني. تحفظ. شكرا للمشاهدة